موسيقى مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان النهاردة ان شاء الله يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف هنتابع فيها أكيد مع حضراتكم أخبار القرى العالمية على مستوى الدوريات الأوروبية وكمان هنتكلم أكيد عن طبعا دولة الأمم الأوروبية والاستعدادات والتوقف الدولي على مستوى العالم قبل أي حاجة عاوزين أسرة البرنامج بتقدم العزاء لكل أشاء النادي الأهلي والمصريين والشعب المصري كله في وفاة الفنان الكبير هشام سليم طبعا نجلة الأسطورة الميست وصالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق كمان النادي الأهلي ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب تقدموا بخالص العزاء النهاردة في وفاة الفنان الكبير وقال النادي الأهلي في بيان التعزية اللي طلعوا النهاردة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطعات الإدارية والرياضية ينعون ببالغ الحزن الفنان الكبير هشام سليم نجلة الراحل الكابتن صالح سليم الرئيس الأسبق للنادي الأهلي وأضاف كمان أن مجلس إدارة النادي الأهلي بيتقدم بخالص التعازي والمساء إلى العائلة الكريمة دعين المولى عز وجل أن يغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته جناته ويلهم طبعا الأسرة الكريمة الصبر والسلوان ربنا يرحمه ويلهم محبيه وجماهيره وأسرته وعشاقه من جماهير مصر كلها الصبر والسلوان طبعا فنان كبير جدا جدا على المستوى الفني كمان شخصية طبعا كلنا نعتز بيها يعني ابن الراحل الكبير الأسطورة أسطورة النادي الأهلي وأسطورة مصر الكابتن صالح سليم ربنا يتوفى وطبعا يلهم أهل الصبر والسلوان الحقيقة النهاردة في حلقتنا معنا حلقة كالعادة مميزة طبعا يوم الخميس دايما بنتكلم على ملفات كثيرة جدا بتخص الكرة العالمية هيكون لنا كلام كثير عن الدوريات يمكن يوم الاثنين ما لحقناش نتكلم عليها زي الدوري الألماني والدوري الإيطالي نتكلم عليهم بالتفصيل التلت دوريات يمكن مشتعلة بشكل كبير جدا ونتكلم مع طبعا النقد الرياضي أحمد مجد اللي هيشرفنا النهاردة في المحترب زي ما بقول لحضراتكم يعني خلينا الأول نقول يمكن أخبار سريعة النهاردة وزي ما بقول لحضراتكم ملفاتنا كثيرة جدا جدا النهاردة نتعرف عليها من خلال المحترف لكن خلونا يعني نتكلم كمان عن نادينا العظيم النادي الأهلي النادي الأهلي وكان الظهور الأول للفريق مبارح في مباراة مباراة ودية أمام بيت روجيت وانتهت بفوز النادي الأهلي خمسة واحد الحقيقة الفوز كل النادي تتكلم آه مباراة ودية لكن الفوز كان مهم على النواح المعنوية كمان على أن احنا بنتطمن على الفريق في الشكل الفني مع المدير الفني الجديد مارسل كولر ويمكن الناس كانت متطبعة هذه المباراة يمكن اللي عجبني كمان أن كولر المفروض كنا نزيع بصراحة قناة النادي الأهلي كان دايما سباة أنها يعني تكون موجودة وبتابع فرقيتها بشكل كبير لكن كولر قال أن احنا خلينا مركزين نقفل على أولادنا شوية المباراة كانت مباراة خلال استعدادات طبعا النادي الأهلي للمباراة المرتقبة مع فريق اتحاد المنستري التونسي وهي كمان مباراة مهمة جدا 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 لكن المباراة بيت روجيت شفنا الحمد لله تطمننا على لعيبة شفنا اللعيبة الجديدة وتطمننا عليهم زي طبعا شادي حسيني اللي أحرز هدف جميل كمان كان مهم جدا نتطمن على الحالة الفنية لبعض اللعيبة اللي رجع من الإصابات يعني على سبيل المثال كمان أكرم توفيق رجع وشارك في المباراة وزي ما بقول لحضراتكم عمر السلية على سبيل المثال كمان تطمن عليه من خلال هذه المباراة والحقيقة كمان ما ننساش مشاركة كهرباء اللي طبعا بيسعى الجهاز الفني لتجهيزه زي بقيد زميله في الفريق للفترة اللي جاية أكيد زي ما بقول لحضراتكم يعني النادي الأهلي بيستعد بشكل أكتر من رائع من خلال التدريبات من خلال اليوم الكامل اللي يمكن كان مهم جدا في هذه الفترة إن كل الفرقة بتقضي اليوم كامل على مستوى التدريب على مستوى المحاضرات كان مباراة وديما أمام بتروجيت استعداد المباراة مهمة فيه طبعا استهالة مشوار المشوار الأفريق المهم جدا والفريق التونسي الحقيقة فريق محترم فريق يمكن طلع في المركز التاني يمكن بفرق نقطتين بس عن التراج فيها الدوري التونسي وبالتالي الاستعدادات على قدم النوساق وكلنا ان شاء الله بندعم الفريق بندعم كل الصفقات اللي انضمت للنادي الأهلي خلاص الترس بدأ يتحرك زي ما بقول لحضراتكم كولر بيقوم لغاية دلوقتي بأداء أكتر من رائع على المستوى البدني على المستوى البدني ده مهم جدا انك تخش المباريات وانت عندك قدرة بدنية كويسة لان العامل البدني الحقيقة هو الأساس اللي بيبني عليه العوامل الفنية كلها فان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا وان شاء الله بإذن الله يكون موسم رائع للنادي الأهلي ويرجع لعاداته في حصد البطولات والانتصارات حبيب كمان اتكلم النهاردة على منتخب مصر منتخب مصر رحلته الجديدة أكيد مع البرتغالي روي فيتوريا في واستعدادات المباراة المنتظر أمام المنتخب النيجر بكرة إن شاء الله المنتخب زي ما بقول لحضراتكم فيه عناصر كمان جديدة يعني فيه عناصر سواء بنتكلم على جهاز فني جديد بنتكلم على لعيبة كمان موجودة دلوقتي أو انضمت للمنتخب في الفترة الفاتت أكيد على رأسهم محترفين وعلى رأسهم طبعا نجميل الكبير محمد صلاح اللي يمكن إن شاء الله كل الأمال ومش عليه بس كل الأمال على مجهودات اللعيبة كلها يعني دايما خلينا دايما كلنا متوسمين في اللعيبة المحترفة اللي بتلعب بر مصر في الدورات الأوروبية مستوى أفضل شوية احتكاكات ومنافسات أقوى كثيرا من الدور المصري لكن الاندماج خلاص كلنا ججوة منتخب مصر كلنا تيمورك واحد وده اللي بيشتغل عليه فيتوريا إن خلال الفترة اللي فاتت خلاص ما فيش بقى انتقادات وما فيش يعني خلينا نتكلم باحترافية شوية إحنا بنبدأ مرحلة جديدة مع المنتخب المصري يعني كل المسندة وكل عايز أقول إن إحنا بنشارك هنا في النادي الأهل وفي قناة نادي الأهل كالعادة في منسندة المنتخبات المصرية وخاصة المنتخب مصر اللي بيدم دايما دايما عدد كبير جدا مين لعيبة النادي للحية إن زي ما بقول لحضراتكم بداية مشوار ويمكن بعض التصرحات اللي قالها فيتوريا من خلال حديثه إن الراجل شغال بشكل احترافي إنه عنده أمال كثيرة جدا جدا وهو كمان عارف طموحات الشعب المصري ويأولها طبعا الوصول لكاس العالم وطبعا مرورا بأمم أفريقيا وإن كمان خلينا نكلم إن الوقت أسعافه يعني الوقت تأجيل بطولة الأمم الأفريقية قدم ساحة كبيرة لفيتوريا إنه يتعرف على العيبة أكتر إنه يعمل بعض المبارات الودية استعدادا لبطولة أفريق وكمان بناء فريق إن شاء الله فريق قوي نقدر بإذن الله نوصل به لكاس العالم إذا حضرتكم عارفين يمكن كاس العالم القادمة عندنا تسع مقاعد على مستوى أفريقيا أو تسع مقاعد ونص كمان على مستوى أفريقيا وبالتالي يعني أكيد إن شاء الله المنتخب المصري يكون قادر على الوصول لكاس العالم القادمة ونبدأ عهد جديد مع منتخبنا القاوم ونبعد شوية برضو عن يعني موضوع الخناءات والشارة وده أخد الشارة وده رقم واحد ورقم اثنين كل الحاجات دي تصدقوني يعني ممكن تعمل بلبلة شوية في الصفوف المنتخب لكن خلينا دايما إحنا من وراء كده الكواليس من وراء السطار إن إحنا بندعم وبنساند وبنقول إحنا بنبدأ مرحلة جديدة مع منتخبنا وإن شاء الله يعني ولدنا أي أن كان ولدنا طبعا لعبة النادي الأهلي وكل اللعبة الموجودة إن شاء الله تكون على قد المستوى وكمان روي فيتوريا يقدم مستويات تليئ باسم الكرة المصرية طيب الحلقة اللي فاتت يمكن كمان فتحت مع حضراتكم ملف مهم جدا جدا كان بيهتم بيه الفيفا وهو طبعا العنصرية وقد إيه كانت العنصرية في يمكن الملاعب الأوروبية شيء صعب جدا آخر حاجة كان مع اللعب ريال مادريد فينيسيوس ومن جماهير أتليتيكو مادريد لكن النهاردة الحقيقة كمان في ظاهرة لسه موجودة ظاهرة العنف في مدرجات وملاعب كورت القدم على مستوى العالم وبالأقصد على مستوى الكرة الأوروبية النهاردة الحقيقة يمكن قبدت نقابة الشرطة الألمانية مخاوفها بشأن زيادة العنف في مباريات كورت القدم ويمكن حددت وحست الأندية كمان على اتخاذ معايير أكثر صرامة ضد الجماهير اللي بتسيء التصرف مايكل مرتينيز نائب رئيس مجلس نقابة الشرطة الألمانية تحدث عن حالة وفاة قد تحدث حالات وفاة إذا لم يحدث تغيير قريب وأوضح مرتينيز أن العنف بتزايد بشدة على مستوى الأندية ويقول أنه مفيش تفاعل في هذا الأمر أشار كمان أن النزعة اللي بدأت في الموسم الماضي لما سمح للجماهير بحضور المباريات مجددا بعد طبعا انتهاء القيود المتعلقة بجائحة كورونا وكمان يتكلم أن وقع حادث في الأسبوع الأخيرة والأسبوع الماضي في فرنسا وتسببت جماهير كولون الألمانية في أعمال شغب طبعا خلال المواجهة أمام نيس الفرنسي بدوري المؤتمر الأوروبي قال كمان أساءة جماهير انتر فرانكفورت التصرف خلال مواجهة أولومبيك مارسيليا الفرنسي كمان بدوري أبطال أوروبا مرتينيز أكد أن الأندية ينبغي أن تفرض عقوبات صارمة ومنع الجماهير أو منع الجماهير المشغبة مدى الحياة من التواجد في المدرجات الحقيقة كمان ظاهرة العنف الظاهرة صعبة جدا جدا يمكن فيه ظاهر على مستوى العالم بتبقى ظاهر بيموت فيها كثير من المشجعين وزي ما بقول لحضراتكم دايما الفيفا ويمكن بعض التقارير الألمانية بالذات بتقول أن يجب على الأندية وده واجب فعلا على الأندية دينامرة واحد وكمان توعية الجماهير احنا بنتكلم آه عالم الاحتراف هناك في أوروبا عالم احترافي بشكل كبير جدا ولكن مش عالم مثالي يعني فيه أخطاء آه فيه أخطاء فيه انتقادات آه فيه فيه عنصرية موجودة فيه عنف موجود فكل ده بتسعى أو بيسعى الاتحاد الدولي أنه يقضي على يمكن حاجتين مهمين جدا وهي العنصرية في الملاعب وكمان ظاهرة العنف في الملاعب الأوروبية طيب خلونا قبل ما نخش على الصحف العالمية قالت ايه خلينا معانا بعض الأخبار النهاردة أول خبر بالنسبة لنا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طبعا النهاردة الخميس بيحتفل بعيد ميلاد الأسطورة البرازيلي الخالد رونالدو طبعا رونالدو الظاهرة بيحتفل بعيد ميلادو النهاردة موليد 22 سبتمبر 76 بيتم طبعا عامه ال46 طبعا رونالدو واحد من أعظم اللاعبين على مر التاريخ على مر تاريخ كرة القدم وليس بس على مستوى المنتخب البرازيلي يمكن كتب حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على موقع تويتر النهاردة الخميس أسطورة وظاهرة طبعا وساحر يعني ثلاث كلمات أسطورة وساحر وظاهرة كل دي كلمات لوصف واحد من أفضل من اللاعبه كرة القدم على مستوى العالم عيد ميلاد زي ما نقول رونالدو ورونالدو زي ما بقول لحضراتكم كمان من لما حد بيسألني عن مشوار احترافي ومن أفضل اللاعبين اللي انت كنت بتعمل حسابهم أو لعبتوا قدامهم الحقيقة بقف عنده رونالدو لأن رونالدو الظاهرة يمكن كنت لسه في أول مشوار الاحترافي في فيردا بريمين وكان فيه مباراة أمام أندو هيفن وطبعا كان لي الشرف أن أنا ألعب على رونالدو يعني كان طبعا الموضوع صعب جدا ورونالدو يعني كانت فيه بدايات كمان احترافه على مستوى أو خروجه من البرازيل على مستوى الأوروبي لعيب مش عايزة أقول لك قد إيه صعب جدا أنك ترابه قد إيه صعب جدا أنك تتوقع تزديداته تتوقع تحرقاته لعيب زي ما بقول لحضراتك أسطورة كبيرة جدا جدا على مستوى المنتخب البرازيلي وعلى مستوى الأندية اللي لعب لها بشكل كبير زي ما بقوله الفينومينو الفينومينو دي ده طبعا يعني لقب كده أطلقته الصحافة الإيطالية على هذا اللاعب الرائع على رونالدو نتيجة مهاراته والمدهشة والإبداع اللي كان بيقوم به حتى على مستوى الكرة العالمية وخاصة الكرة البرازيلية رونالدو ظاهرة كبيرة جدا بيتم النهاردة ستة واربعين سنة وزي ما بقول لحضراتكو قليلا من المواهب والنجوم اللي يمكن يعني توصل لمرحلة كبيرة جدا 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 اللي وصلها رونالدو ظاهرة على مستوى اللعب على مستوى التهديف طبعا رونالدو الكبير أو الظاهرة نقول له كل سنة وانت طيب هنا في المحترف بمناسبة عيد ميلادو الستة واربعين طيب من رونالدو الظاهرة نروح لأوليفا جيرو طبعا لعب الميلا ولعب المنتخب الفرنسي والأكد أن علاقته مميزة جدا جدا بجميع زملائه في منتخب فرنسا أوليفا جيرو رجع تاني للمنتخب الفرنسي يعني فيه غياب طبعا كريم بن زيمة للإصابة وقال يعني هو بيلعب بشكل جماعي هو طبعا جيرو بيلعب في صفوف الميلا وعودته للمنتخب الفرنسي قال أنه بيلعب بشكل جماعي وما يهمه في المقام الأول هو فوز المنتخب الفرنسي يمكن صرح جيرو في مقابلة مع قناة RTL الفرنسية قال أنا لعب جماعي بلعب بروح الفريق وبساند زملائي وبدعم المهاجمين عشان كمان يسجلوا أهداف أضاف كمان المهاجم الصابق لتشيلسي والأرسنال عندما يسجل بن زيمة في بطولة الييرو كنت أول من أهنئه وأحتفل معه وحالاتي الزهنية لم تتغير ودوافعي هي نفسها وتصميمي أيضا لم يتغير وبعد ذلك طبعا يبقى القرار في المشاركة للمدير الفني حتى عندما جلست على مقاعد البودلاء كنت دائما أشجع الفريق ويعني أتم المهاجم الفرنسي جيرو تصرحاته وأنه بيقول يعني أنا لو أفسد غرفة تبديل الملابس مطلقا وأنه كمان عامل مهم جدا جدا في وضع الاعتبار جيرو كان يمكن ما كانش بيأخد فرص كثيرة ولكن كان عليه بعض الملاحظات البسيطة أنه بيعمل مشاكل في غرف الملابس علاقته بكريم بن زيمة مش علاقة وطيدة أنه كمان كان بيأغضب كثيرا من عدم اشتراك ولكن بيرجع جيرو تاني للمنتخب الفرنسي وبينهي الجدل تماما وبيقول أنه هو تحت أمر المنتخب وأنه بيلعب على المستوى الجماعي وليس المستوى الفرد تيتين المدير الفني للمنتخب البرازيلي الحقيقة بيشيد طبعا بنيمار نجم باريس سان جرمان والانطلاقة الرائعة لهذا الموسم تيتين طبعا في تصراحات أبرزيتها شبكة جو البرازيلية بيقول أبارك لنيمار وبارك كمان للمعد البدني وده شيء مهم جدا زي ما بقول لحضراتكم الحالة البدنية هي الأساس للحالة الفنية وبالتالي هو بيهني كمان المتخصص للحالة البدنية لنيمار وأنه هو سعيد جدا جدا بالانطلاقة الرائعة اللي عملها نيمار في بداية الدوري الفرنسي كمان التزام نيمار بأقصى درجات الاحترافية في السرعة في تنفيذ والوصول لهذا المستوى الرائع كمان قالت تيه أن أي نجم كبير يجب أن يراعي جيدا عامل السرعة في القرار وتنفيذه ويمكن أن نيمار حقق أفضل انطلاقة خلال مسارته هذا المسلم سجل 11 هدف وصنع 8 في أول 11 مباراة طبعا مع فريق باريس سان جيرمان على مستوى كل البطولات القرية والمحلية لست عندنا أخبار كتيرا النهاردة وحاجات وملفات كثيرة جدا جدا في حالاتنا النهاردة هنقاش زي ما قلت لحضراتكم مع نقدنا ونجمينا النهاردة أحمد مجدي لكن تعالوا سريعا نشوف في الأخبار العالمية قالت إيه في المحترف نبدأ كالعادة رحلتنا في الصحافة العالمية من خلال أسبانيا وجريدة الأسبانية ماركة الأسبانية التي ركزت على كارلو أنشلوتي المدير الفني لريال مدريد وكتبت أنشلوتي يملك سرا وحاصل طبعا على درجة الماجستير في إدارة المباريات القوية للريال كمان الصحيفة اهتمت بمنتخب أسبانيا وكتبت لإمكانية تدريب المنتخب الأسباني وحالة عدم طبعا استمرار لويس إنريكي سبورت الأسبانية ركزت على محاولات برشلونة لتغيير الحرس القديم كمان تحدثت عن منتبع برشلونة للعب لوفارو ماجر ووصفته بمدرش جديد كذلك تحدثت عن تصريحات إيريك جارسية واللي أكد فيها أن النقد لا يؤثر عليه تماما لسه مع حضراتكو في أسبانيا مع موندو دي بورتيفو الأسبانية اللي ركزت على اتفاق برشلونة مع إنييجو مارتينيز مدافع أتليتيكو بلباو وكتبت اتفاق مع إنييجو الصحيفة اهتمت برضو بمباراة منتخب بولندا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية وكتبت لباندويسكي ضد دي يونج في دوري أمم أوروبا نروح لإيطاليا وتحديدا يعني إنجلترا ونروح لميرور الإنجليزية اللي ركزت على مباراة إنجلترا وإيطاليا مباراة كبيرة جدا ومهمة جدا في دوري الأمم الأوروبية وكتبت الأسد يؤلم كمان اهتمت الصحيفة بالمدافع الألماني أنتونيو روديجا لاعب طبعا ريال مدريد وكتبت على لسان اللاعب ارتكبت أخطاء عن عمد لإيقاظ جماهير تشيلسي الهادئة في فرنسا جريدة لكيب الفرنسية اهتمت الجريدة بطبعا لقاء فرنسا والنمسا وكتبت حتى لا تنزل تحت أكتر طبعا ده في إشارة لضرورة تحقيق الفوز أمام المنتخب النمساوي أما لجازيتا ديلي سبورت الإيطالية الصحيفة يعني قامت الصحيفة طبعا واهتمت بمستقبل مدربي ميلا وإنتر ميلا وكتبت ميلا بيولي يجدد وميلا يريد فتح عهد جديد وإنزاجي ملفه مؤجل اهتمت الصحيفة كمان بحالة فريق اليوفينتس ووصفته بالفريق الحالة الصحفة العالمية دي كانت أخبارنا معها في المحترف زي ما بقول لحضراتكم لسه عندنا ملفات كثيرة جدا جدا مع نجمنا النهاردة في المحترف النقد الرياضي أحمد مجلي هنلتقي به بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية بنرحب بدفنا النهاردة في المحترف النقد الرياضي المتميز أحمد مجلي بنكون بصراحة سعداء بوجوده معنا لأنه على المستوى العلمهني أكتر من رائع ودايما يعني بيمتعنا بأراءه وبيأفكاره في طبعا الكرة العالمية أحمد مسأل خير عليك منورنا كالعادة مسأل فول يا كابتن ده نور حضرتك كالعادة وكلام حضرتك الجميل ده على رأس ربنا خليك أحميد ودايما بتصادف معنا أن احنا كمان بنعرض أحد المواهب المصرية اللي بلعبه في أوروبا دي قضية يعني دايما هنتبنيها وإحنا خلال المحترف خلال يمكن أكتر من دلوقتي من سبع تمن حلقات بنقدم لحضراتكم أو بنقدم للاتحاد المصري لقرة القدم ومدربيه سواء المدربيين على مستوى النشئين أو الشباب أو حتى المستوى الأولمبي عناصر ولاد مصريين موجودين في أوروبا جنسية مزدوجة لكن بيلعبوا في الدوريات الأوروبية بشكل أكتر من رائع مع اختلاف أعمارهم النهاردة معنا نجم جديد على مستوى كرة القدم الأوروبية نجم مصري زو جنسية مصرية نشوف الفيديو جراف ونرجع مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الأول بيشارك مع منتخب رومانيا تحت 18 سنة وبيسجل هدف مازلنا برضو يا أحمد متواجدين وبنتابع ومش هنسيب الملف ده لأنه ملف مهم جدا لغاية ما الناس حتى في اتحاد الكرة يبدأوا يتحركوا في هذا الملف بشكل كبير طبعا زي ما وقت لحراتك قبل كده للمساهمة في الملف ده يعني بالذات من الكابتل هنسي رمزي اللي عارف أهمية الاحتراف في سن صغيرة بالنسبة لتأسيس اللاعب مشاركة أكيد محمودة جدا بالنسبة لحالة عمر اللعب في دوري مع فريق أول في سن 17 أو 18 سنة بينبي أن اللعب متأسس صح أنه محتاجش أنه يبقى عنده 21 أو 22 عشان يتصعد أو أن يتحرك في انتقالات كتير كونه يلعب مع المنتخب الروماني في الفئة السنية بتاعته ومعنى أنه على الأقل إحنا محتاجين أكشن ولو بالانضمام لمعسكر واحد يعني على الأقل إيأخذ معسكر في أي حتة نتفرج عليه مرة لو تفرج عليه المرة دي ولقناها مناسب نبتد نتكلم مثلا على معسكر زي معسكر فريق أول دلوقتي يطلع فيه وانس أنه ألعب معك ماتشا خلاص هو نفسه وطن نفسه أنه هو مش هيروح للمنتخب الثاني مع اختلاف اللوايح دلوقتي يبقى ينفع أن اللاعب يلعب مع منتخب مرشن ثلاثة لو الدين وكل حالة بقى لها تقيم ومعكا يرجعتان رومانيا مثلا احنا مش عايزين ده يحصل لو هو اللاعب موهبة كويس صحيح فاللي بيحصل في المحترف مع حضرتك يعني مشاركة محمودة كان عادي وده واجبنا وده رسالتنا دايما خلينا أبدأ معك بطولة الأمم الأوروبية بطولة الأمم الأوروبية طبعا في التوقف الدولي في مورات كثيرة جدا ستقوم شايف البطولة ازاي يعني كان فيه برضو بعد الجدل في بداية هذه أو الوافا لما أعلن عن هذه البطولة كان فيها جدل شوية وكان فيها بعض الاعتراضات شايف البطولة نكحة بشكل كبير مؤهلة طبعا لليورو القادم في ألمانيا شايف البطولة ازاي كان نموذج لشكل جديد للكرة الأوروبية يعني هو تم استبدال نظام التصفيات التقليدي بطولة تكون أكتر إضرارا للأموال ده ده المختصر وإنه يبقى عوائد البس اللي بتيجي أكتر عدد المباريات أكتر اللعبين الأوروبيين وقتها ساعت لما البطولة دي انطلقت في 2019 كانوا بيتكلموا عن إنه المجهود البدن الخارق اللي بيحصل دوت مش منطقي لأن أنا هلعب وكل معسكر أنا مطالب أن أنا يعني في دور الأمم الأوروبية أنا ممكن مثلا في حالة فرنسا أطلع الأخير أبو الصلاقي نفسي برى اليورو برى اليورو خالص أو برى المرحلة اللي جاءة في التصفات أولا أنا بلعب ملحق على مقعد واحد مع منتخب قوي زي ما حصل مع البرتغال وإيطاليا في بطولة كاس العالم مثلا على سبيل المثال في الملحق التعهيلي فالنظام بشكل عام يخدم المشاهد أنه بيشوف ماتشاتكي النهاردة هنشوف إنجلترا وإيطاليا بكرة نشوف إنجلترا وإيطاليا النهاردة نشوف فرنسا والنمسا وفي بولندا وهولندا وفي بلجيكا وويلزي في أكتر من ماتش مهم فده بيخدمنا إحنا كمشاهدين إحنا نتفرج على عادة من ماتشات كتير بيخدم يويف أنه بيدر الأموال كتير الفئة المضرورة كبيرة هي اللاعب اللاعب اللي المفروض توقف الدولي ده على الأقل بياخد فيه بريك يومين ثلاثة من المعسكرات من الطف الناشفة يعني من الآخر اللي بيحصل أن هو بيخلص مع المنتخب بتاعه بيخلص مع النادي بتاعه يعسكر مع المنتخب ما بياخدش فترة راحة عكس ما يبقى المعسكر ودي ويبقى فيه فترة تصفيات واضحة ونظام مجموعات واضح فهي ودور الأمم الأوروبية ما بيغنيش عن مسار التصفيات التقليدي هي ده النقطة المرهقة النقطة المرهقة أن دور الأمم الأوروبية التصفيات بتفضل شغالة بالتوازي معها وبتفضل الأنظمة ماشية ممكن يكون ده بيوفر لمنتخبات أقل فرصة أكثر عادلا في النهاية تنازل للمنتخبات الكبرى وذي نحن شايفين مثلا مكدونيا الشمالية على سبيل المثال كانت في المكدونيا الشمالية وبيقدموا مستويات لبقى سبيها يعني حتى على المستويات الثالث والرابع اللي كان يمكن فترات كتيرة ما كانش ليها تواجد على الساحة الأوروبية في اليورو بدأ من خلال تواجد هذه البطولة أنها لا تظهر في الصورة وتقدم أداء لبقى سبيه يعني بالضبط وبدأت تبقى برضو يعني حتة تنفسية أكتر بين اللعبين الأوروبيين المرشحين للجوائز الفردية يعني بدلما اللعب كان بيرشح للجوائز الفردية عشان أداء وبعدين البطولات اللي هي مثلا يورو أو دارو شامبيونز ليك في السنة لا بقى فيه بطولة كمان بتقام بشكل دوري كل سنتين بيحسن من خلالها يعني رصيد اللعب من التتويج بالبطولات الجمعية بطولة جديدة بتضاف بتوازي مثلا أهمية مثلا كسق قرات في نبريزبا للحاجات الفردية ولكن نجي لمعضلة الإرهاق الإرهاق البدني اللي على اللعب الأوروبي اللي بيلعب في المستوى الأول لا يعني لا يستهن به في الوقت الرهن بسبب بطولة دوري الأمم الأوروبية طيب قبل طبعا يعني قبل ما ندوس في ملف طبعا بطولة الأمم الأوروبية كان فيه اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا يوم الثلاث ويمكن أعلنوا موعد قرعة اليورو 2024 في ألمانيا واللي هتكون دي النسخة السبعتاشر في تاريخ هذه البطولة قرروا استبعاد أكيد روسيا من البطولة وفيه من مشوار التصفيات وحضركم عارفين أن ألمانيا هي هتستضيف النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأوروبية وده للمرة التانية في تاريخة بعد طبعا تنظمها لبطولة 88 البطولة هتقام من 14 يونيو لغاية 14 يورو 2014 وبتضم 24 منتخب أوروبي المباريات يمكن المباراة الفتتاحية لبطولة اليورو المقبلة هتكون على ملعب أليانز أرينا في طبعا مدينة ميونيك يوم 14 يونيو 24 وتقام المباراة النهائية على الملعب الأولومبي في مدينة برلين يوم 14 يوليو 24 نظام الأوروعة ونظام البطولة هي كمان بطولة مصنفة على المستوى العالمي بشكل كبير جدا هل تتوقع وقبل أن نخش في التصوير تتوقع بعض الفرق التي تتكلم عليها ستشارك وأكيد طبعا خروج المنتخب الروسي بسبب طبعا الحرب في أوكرانيا شايف البطولة القادمة إزاي هل البطولة القادمة حد مولد منتخب ممكن يكون مفاجأة في هذه البطولة بنتكلم متبادل شوية لكن طبعا المنتخبات على مستوى العالم كله فيها تغييرات كتيرة جدا على المستوى الفنية يعني حاليا كان ممكن أقولك أن الدنمرك مثلا ممكن تبقى منتخب مفاجأة بس ما بقى إيش منتخب مفاجأة خلاص يعني نحن دلوقتي بنتكلم على الدنمرك أنه واحد من أقوى المنتخبات في أوروبا واحد من أكثر المنتخبات استقراراً واحد من أكثر المنتخبات حفاظاً على التشكيل واحد من أكثر المنتخبات امتلاكاً لعناصر محترفة في أكبر الدورات الأوروبية فيعني الدمارك ما نقدرش نقال عليه مفاجأة ولكن في السياق اللي ممكن ما يكونش توقع بس يكون يعني رصد للمسار منتخب فممكن منتخب المجر حالياً من المنتخبات المرشحة جداً أن هي على الأقل يعني تذهب لمكان مختلف تماماً عن المكان اللي هي في دلوقتي منتخب المجر مع ماركو روسي الإيطالي ماركو روسي بيقدم مستوات مزهلة بداية من اليورو اللي لفات ممروراً بمشوار التصفيات حتى لو ما وفقش في كاس العالم بعدين دلوقتي في دور الأوروبية بيتصدر مجموعة الموت اللي هو كان مرشح يكون حصلتها مع انجلترا ومع إيطاليا ومع ألمانيا وهو اللي متصدر حالياً في الوقت الراهن فمنتخب المجر مع ماركو روسي ممكن يكون مفاجأة أنا شايف برضو خطوات يعني جيدة من مقدونيا الشمالية بس ما قدرش أرصدها بالشكل الواضح جورجيا مثلاً دلوقتي المبارات اللي أدي اللي تلعبها بالذات في تقلق كفرة سخيلية لعب لعب نابولي ممكن يبقى لها دور ولكن أنا بقول المجر مع ماركو روسي المجر مع ماركو روسي يعني منتخب واعد جداً 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 في الوقت الراهن صحيح طبعاً الوافا طبعاً أسم المنتخبات المشاركة في هذه البطولة لتلاتة وخمسين منتخب على عشر مجموعات بيتأهل أول وتاني في كل مجموعة للنهايات طبعاً الييرو مع منتخب ألمانيا طبعاً البلد المستضيف ويتبقى تلات منتخبات بتتحدد عن طريق الملحة الأوروبي ده اللي هيكون في مارس عشرين أربعة وعشرين طيب تعالنا وانت أحمد نشوف طبعاً البطولة الوليدة طبعاً المنباسقة من الييرو هي بطولة دوري الأمم الأوروبية نخش على يمكن نشوف الأول نتائج الجولة الخامسة يمكن بدأت من امبارح والنهاردة في بعض المباريات فيها عايزين نشوف طبعاً هذه النتائج ونبدأ نتكلم على الجولة الستة اللي فيها مباريات قوية جداً جداً يعني نتكلم على إيطاليا وإيطاليا ومجلتيرا لكن خلينا برضو نتابع مع السادة المشاهدين النتائج للجولة الخامسة مباريات الجولة الخامسة اللي يمكن بدأت من امبارح وبتستمر النهاردة دي طبعاً يعني دي المباريات وخلينا نتكلم على أهم المباريات اللي فيها هنتكلم أكيد على فرنسا والنمسا كمان مباريات بولندا وهولندا من المباريات القوية جداً جداً تكلمنا هنتكلم أكيد على مباريات إيطاليا وانجلترا المباريات طبعاً فيها ندية كبيرة جداً على مستوى المنتخبات الكبيرة تعال أنا وانت نتكلم شوية على مبارات منتخب إيطاليا وأمام المنتخب الإنجليزي مباراة يعني دي مباراة تاريخية وفيها بيكون التنافس بس مش داخل المستطيل الأخضر لكن على مستوى كمان المدرجات شايف المباراة دي إزاي مباراة قوية جداً وجاية بعد نهاية اليورو اللي فات وعلى ملعب وينبلي اللي كان يعني مباراة إيقونية لأنه إنجلترا كانت في طريقها يعني كان بدأ في الدقائق الأولى أن إنجلترا في طريق مفتوح لحسم اللوقات بس إيطاليا رزلت رزلتها المعتادة يعني واستمودت على المتش لحد ما جي جون بونوتشي وبعدين وصلوا ضربة الجزاء ويأخذوا البطولة في ملعب وينبلي أنا بتذكر دلوقتي تصريحات هندرسون النهاردة اللي قال إن أنا والدي بطل اتفرج على كورة من ساعة المتش ده أزمة وينبلي دي لأن المتشاط اللي بتبقى في الوقت ده كابتن قبل كاس العالم بشهر أو بشق يعني بشهر أو أقل من شهرين المتشاط ده بيبقى ليها دور في الليجيسي كده عند كل منتخب من المنتخبات الكبيرة اللي هو داخل البطولة عارف إن أنا ما عنديش مشاكل كسبان الفرقة اللي كسباني اللي واخده مني اليورو على سبيل المثال الحالة كويسة العمار صغيرة المدرب مستقر أيها هاوف عند المدرب تبتكر هل ممكن تكون التصفيات أو خاصة مباراة إيطاليا عامل مهمة في حاجتين يا الاستمرارية بشكل رائع وعودة الساقة مرة تانية أم عدم وجوده في الفترة اللي جاي شايف وكمان دور ساوز جيت مع المنتخب الإنجليزي أنا والله شايف ساوز جيت عمل أقصى ما يمكن أن يفعل من مدرب بحجمه في الوقت الراهن يعني واللي هو عمله للكرة الإنجليزية الفترة اللي فاتت لا يستهم بي يعني الكرة الإنجليزية أنها تطلع من فكرة منتخبات النجوم اللي مليانة نجوم مكتزة بالنجوم وفي الآخر ما بيتطورش أداءها ما بقاش عندها يعني فرقة واثنين وثلاثة لأ المنتخب الإنجليزي مع ساوز جيت خلال التلاتة أربع سنوات اللي فاتت عرف أنه هو يبقى عنده رصيد كبير عمق كبير جدا في التشكيلة من كل مركز فيه واحد واثنين وثلاثة هو كان ليه دور كبير جدا في اللعبة الإنجليزية تطلع من إنجلترا أصلا وتحترف برا يعني هو ده كان بإعاز منه وباتفاق مع الاتحاد الإنجليزي من اللعبة الإنجليز لازم يطلع من البريمير الليجة عشان يشوفوا أمات تانية في كرة القدم حتى لو كان البريمير الليجة أقوى دوري في العالم كل ده في هذه الكبيرة الإنجليزية عندنا نتربير بلعب في أتلتكو مدريب بقى لده وقت ثلاث سنين على سبيل المثال وأكتر من نموذج تاني يعني مش هنستدع كل النماذج ولكن الكبيرة الإنجليزية كمنتخب حالي أنا بشوف أنه ده من أقوى المنتخبات اللي حظي بالاستمرارية هو مش جيل زي بتاع بيكهم وأوين وستيقين جيراردو لامباردو وين روني وكل الجيل ده وفي الآخر قلت تشوف الحصيلة بتاعت الجيل ده لاشيء خالص في كرة القدم كل الجيل اللي كان مليان جهابزة في كرة القدم ده ما عملش أي حاجة لمنتخب إنجلترا أما الجيل الحالي وصل نهاي يورو داخل مربع زيب رابع عالم فإحنا دايما في استمرارية هو دايما الأول وبيكسب كتير ولكن هي النقطة الأساسية أن نساوز جدا لازم أن يتخلى عن بعض الأفكار اللي هم لازمها من ساعة لما كان لعيب من ساعة لما كان لعيب هو لعيب ألوء جدا أجيب جن وأنام بقى على كده عنده خوف شديد جدا ومعرفش حتى يرجع للمباراة بزبط وتلاقي الحصيلة مثلا مع منتخبات زي المجر ولا مع منتخبات دي لا حصيلة تهدفها في منطقة ضعف مع أنت عندك هجوم في هاريكين وفي جريليتش وفي راحيم سترلينج وفي أسماء وجد نسنشو يعني أكتر من اسم تقدر تعول على أنك تبني منظومة هجومية قوية جدا وعندك لعيبة صلبة جدا في خط النص عندك جيل من أفضل الأجيال اللي فيها عدد مدافعين كبير جدا يعني أول مرة نشوف جيل كامل مليان في الجلترة مدافعين كتير بين الخمس والست قلوب دفاع باكين رايد باكين ليفت تقال جدا هما يعني ترينت أليساندر أرنولد وكايل ووكر نحية الثانية عندنا لوكشو على سبيل المثال من أفضل باكليفتات على مستوى العالم بأكلم حررتك لعينا حلمين برضو فيها أرون وان بيساك على سبيل المثال ده التالت بتاعهم دلوقتي فإحنا بنتكلم على منتخب شبه شامل بشكل كبير حتى حرصة المرمى اللي مثلا ممكن تكون الحالة الأضعف في جود بيكفورد على الإطلاق هو بيقدم مع منتخب إنجلترا مستويات أعلى بكتير من اللي بيقدمها في بريمير لك كمان يعني عرف ان هو يرتقل مستوى لمنتخب الإنجليزي بقى الحالس الأول لمنتخب إنجلترا فانا شايف لا يعني ده كله يحسب لساوز جيت ولكن ما لا يحسب لساوز جيت هو أنه ما فيش جديد بيتقدم في الملعب ما فيش جديد فعلا في الملعب بيتقدم آه المنتخب الإنجليزي قوي المنتخب الإنجليزي عرف يأسس جيل كامل هيكمل بعدين وده يحسب لي يعني لما نيجي القائم مدرب يعني ما ننهيهوش خالص طبعا ليه جميات وسلبيات وما فيش شكل بالضبط يعني أنا بتذكر مثلا هيكتور كوبر على سبيل المثال لا هو حط دعائم جيل قوي لما لما جيل 92 و 93 و 94 ده بدأ فعلا يلعب يأخذ الرقم من الجيل الزهبي كان فترة هيكتور كوبر هو اللي وحد قوام أساسي لمنتخب مصر استمر بعدين مع الجهاز بتحضراتكم مثلا فترة أجيري استعام بكيروش كل يجيب منتخب لا لا قوام أساسي موجود بيوظف بعدين وبيضيف قطع هي دي النقطة كابتن طيب هل انت مع القرار انه يمكن كاس العالم نسخة كاس العالم القادمة هي الأخيرة لسويس جيت مع المنتخب الإنجليزي والاستجنع عنه بعد كاس العالم هل ده بيأثر على يعني بيأثر على معنويات المدير الفني انه على مستوى البطولة هتكون آخر بطولة بالنسبة له أم بتكون دافع أكتر لأنه حقق نتيجة أجابية في كاس العالم والله هو كاس العالم هو يكون فعلا الترمومترا يبقى يعني بلونة الاختبار هيقيسه بي طبعا لو قدم شيء أفضل من المربع الزهبي على سبيل المثال وهيبقى النهائي مثلا فأنا ما اعتقدش أن ساوس جيت هتتم الإطاحة به أو هو يتكلم بس هو ساوس جيت اللي خارج من الصحفة الإنجليزية خلال آخر ست شهور انه لا عايز ياخد فرصة في البريمير ليج دلوقتي يعني هو عايز ياخد فرصة في البريمير ليج أن يدرب وياخد خبرة النوادي على مدار طويلة أنه أحسن نادي كان يدربه قبل الكلام ده كان مثلا الليفل بتعمل لزبرا متوسطات الدورة وسط الدورة نجاحه كله كان مع الفئة السنية الأدنى في منتخب إنجلترا فساوس جيت أثبت أنه هو مدرب يستطيع يعني تستطيع أنك تعول عليه في بناء فرق وأجيال وده شيء ممكن يكون مثالي جدا لمشاريع الأندية على سبيل المثال ولكن الضغط اللي عليه في منتخب إنجلترا لأن فكرة التدريب منتخب بحجم إنجلترا بالضغط الفضيع بتاع نحن ما بناخدش بطولة من سنة 66 الفكرة دي عموما مصدرتك تكبير جدا على ساوس جيت طبعا أنه كل مدرب يجي يقول له أنت اللي هتاخد البطولة بعدين لما تلعبت اليورو اللي فاتت بدأ كل شيء كما لو خلاص إنجلترا فعلا هتكسر النحس وهتاخد أول بطولة ينهار الحلم بدربات الترجيح في الحالة النفسية والزهنية صعب جدا أن نقايمها في الوقت الرهي طيب المنافس المنتخب الإيطالي كمان شايفه إزاي خلال الفترة اللي جاية وخاصة أمام المنتخب الإنجليزي طبعا منتخب إيطاليا من المنتخبات المستقرة جدا عدم تأهول الكاس العالم كانت الضربة الغير متوقعة لأنهم حتى وهم بيلعبوا الملحق وبيلعبوا مكدونيا وهم متخالين نتأهل الطبيعي صعب جدا نتأهل هذه المشكلة سنخسر يا إيطاليا يا البرتغال بس أن مكدونيا تطير إيطاليا في الوقت هذا اللي لم يكن متوقع نهائيا رغم ذلك روبرتو منشيني بيعدي جيل ممتاز جدا الكورونا الإيطالية في الوقت الراهن بتعتمد على أسماء إيطاليين أقوياء جدا أنا متخالي أن عدم تأهول الكاس العالم في ظل الجرينتة بتاعت إيطاليان مع الفوز باليورو هتخلي دور الأم الأوروبية ده قوي جدا بس هما يخلصوا كلهم كم من قصة المجر دي يعني هما المفروض التلاتة يحضوا مع بعض يخلصوا موضوع المجر ده أجيلك مع المجر لأن يعني كمان نقلتنا للمجر بسرعة أمام المنتخب الألماني كمان مباراة قوية جدا وكلمني الأول على المنتخب الألماني شايف المنتخب الألماني إزاي إدارة فنية جديدة بتتكلم على زي أنت بتقول منافس على مستوى الورق من المستوى الثاني أو الثالث ولكن على المستوى الفني ممكن يزعج المنتخب الألماني طبعا منتخب الألماني يعني يعني بغض النظر عن الإرث الكبير للكرة الألمانية والمنتخب الألماني من أقوى منتخبات العالم حتى لو بيقدم أسوأ أداء فما بالك لو بيقدم أداء ممتاز جدا حتى مع هنزي فليك ولكنه رايح لاتجاه أكثر هدوءا يعني هنزي فليك مدرب حتى يعني يبان قوي من تصريحات ويا كابتن أنه مش عايز الشحنة اللي كانت في آخر فترة يواخيم لوف هو مش عايز الحالة المتوترة دي لأنه أولا بيعول على نجوم كبار جدا اللي استضام معهم في قط اللبس مش كويس صحيح وجيل صغير ماينفعش إنك تحطه في المعمعة دي بدل ماينفعش يشوف ده آه فالحطة اللي في النص جواها لعيبة مش جزات الأهمية بين الاتنين فمثلا كان قرار يعني موضوع توماس مولر ده اللي هو يعني ترك توماس مولر تماما والكلام ده مع أنه اللعب بتاعه في بايرت وعدم استدعاه معسكر واثنين وثلاثة كانت مسألة كبيرة جدا ولكن وصاد اسم مثلا زي جمال مسيالة لا جمال مسيالة بالنسبة له عنصر مهم جدا سيرجي جنابري عنصر مهم جدا حتى تيمو فيرنر اللي ما بيمرش بأفضل فتراته طول السنة مع أنه بدأ بداية ممتازة مع لايبزيك بس أقصد الفترات اللي فاتت مع تشيلسي لا هو بالنسبة له وعايز يجد الدم يعتمد على المكس بتاع الخبرة قوي والجاجر الصعدة قوي ولكن ألمانيا ده حاليا أكثر هدوءا يتجلى ده من التصريحات يتجلى من الأخبار اللي جاية معسكر المنتخب ألمانيا يتجلى من التصريحات اللعبة كبير مثلا زي توني كروس بتكلم عن مسألة الاعتزال بمنتقى الأرياحية لأنه لما بحيث أن المدرب بتاع المنتخب بياخد من دقيق شوية أنا بكون حاسس أن لحظة النهاية قربت فلما توني كروس يتكلم بأرياحية زي كده لما توماس مولور مهما كان عدم الاستدعاء في أوقات سابقة ما سبب لهش أي مشاكل ويتكلم عادي عن مسألة منتخب ألمانيا بيقاب حينما بتوني كروس مولور بيتكلم ببعض الزعل بس هو مش مش المسألة كبيرة هو مثلا هنزف لك هيحسن تماما قصة نوير وشتيجين شتيجين لن يطالب نهائي باللعب وبعض كده وفي نوير أنا متأكد لأنه هنزف لك بغض النظر عن كون ومدرب كبير فهو شخصية قوية جدا مزبوط بس بيعمل ده منتهى الهدوء ومش استضامي يعني هو بيرسم الصورة بشكل زي ما أنت بتقول بشكل هادي جدا ولكن على المستوى الشخصي صارم جدا وشخصيته قوية جدا ولكن مش تصادمي ما بيعملش أجواء تصادمية مع اللعبين وخاصة اللعبين الكبار بالزبط والقرس اللي أسابه في بيرني ميونيخ في السنتين القرس ده مش سهل كسبان برشونة تمانية واخد دورة أبطال أوروبا وعمل كل حاجة في الكورة وعمل مستوى مزهل واحد من أقوى الفرق في التاريخ اللي أنا شفتها هو بيرني ميونيخ 19 عشر ده سنة كورونا فرقة كانت مرعبة كفاءة أن مدرب بياخد السوداسية في أول تجربة تدريبية لي يعني زي جوارديولا برضو في موسم 2008-2009 مع برشلونة فأنزف لك مدرب أنا متخال أنه رايح بألمانيا بعيد جدا في كاس العالم اللي جاء متخال ألمانيا تبقى من المنتخبات اللي وقفة على رجلها بشكل قوي جدا جدا وألمانيا زي مصر كده في البطولات المجمعة بتعرف تصل لنوقف بعيدة حتى لو ما بيبنش في البداية كخصم منافس ولكن ألمانيا قوية جدا يا كابتن متخال أنها هتتصدر المجموعة دينا متأكد في دور الأمة الأوروبية ومتخيل برضو أنه مشوارة في كاس العالم مش هيكون صعب للأدوار المتقدمة طيب نروح لمباراة طبعا المنتخب الفرنسي أمام النمسا كمان المنتخب الفرنسي من أقوى المنتخبات على مستوى العالم غياب كريم بن زمع يأثر على مستوى المنتخب الفرنسي زي ما بيأثر كتير على ريال مدريد شايف كمان المنتخب الفرنسي زي أمام منتخب يعتبر من التصنيف الثاني منتخب النمسا يعني منتخب فرنسا أنا بقول لحضرتك ماتش النمسا أعتقده بيجري حاليا مدى من نص ساعة تقريبا مانش النمسا ده من أهم المتشاط في تاريخ الجلدة من أهم المتشاط في تاريخ الجلدة لأنني أنا واخد كاس عالم وحاليا بلعب على قرص كاس العالم أنا دلوقتي متزيل مجموعة في دورة الأهم الأوروبية مهدد بالخروج من التصفيات في الوقت الراهن قدام وقت في مشاكل العبابة اللي بيسحر للتاني واللي بنزيمة وجيروه أنا أسف يا كابتن وأنت أسف يا حبيبي والكلام ده ولوريس بيقولي الجو الحرس المرمى وقائد المنتخب بيقولي الأجواء مش كويسة وديشامب واضح أنه على الأل خالص خلانا نقوله بالمصطلح المهن المزبوط هو عازف عن التصريحات يعني هو عازف عن أنه على الأل يتكلم في موضوع من بابي بوك با دمع أنه موضوع هو المفروض يحسنه هو عمال يعني في مسأل بيحسس كده يعني لا هو مش عايز يدعال ده مش عايز يدعال ده مع أن المسألة مثلا يعني هي القصة أنه التصريحات اللي بوك با قالها يعني هو بيهدين نفسه بشكل ما يعني فيه إيدانا نفسه بشكل ما اللي هو أنا سحرت عشان إيه بس هو ما بينكرش أنه عمل ده يعني هو بينكرش أنه السلوك ده حصل فأنك تقول بوك با ممكن يأخده معايا في كاس العالم حتى لو مصاب أنت بتوتر أهم نجمع عندك في الوقت الراهن حتى أنه يطلع أتكلم علنا في المسألة ويقول لنا بين كلمته وبين كلمته أخو حتى مش يقول أهم شيء الأجواء في منتخف التصريحات الكليشيهية دي لأ يعني على عكس تماما اللي بيعمله يعني على المستوى المنتخب الألمانيا المنتخب الفرنسي فيه فيه توطر واضح جدا جدا هيأثر ده غياب كريم بن زيمة هل جيرو يعني بعد عودته لمنتخب الأسباني هيقوم بأدوار وحيكون ليه دور كبير في المنتخب الأسباني أيوة عشان كيف أقول له حرارتك المرش ده المرش النمسا ده أنت محتاج لفرنسي تكسب بسكور كبير محتاج يعني تحس أن اللعبة ده مثلا فاقي جدا جيروه عارف يبدل بن زيمة رسائل الطمقنط توصل للجماهير والديشامب من خلال المرش ده إن إحنا تمام الدنيا خربانة في قط اللبس وكل حاجة متوترة جدا ولكن أنا بلعب كورة كويس بجيب جوان كتير أنا جاهز إن أنا لعب جاهز في كل الظروف المتوترة دي أنا مثلا لما بقول إن دور كبير جدا كان في الفترة دي على عثمان دنبليع على سبيل المثال أنا شاهد إن عثمان دنبليع له دور رهيب جدا ليه لإنهل transfer أول مرة في حياته ياخد سبع شهور ما يتصابش أول سبع شهور في حياته ما يتصابش بقدم مستوى مذهل مع بارشلونة بيعمل كل حاجة وهو الوحيد ي يلوhi للي شاكل في اللعب الكبيرة في منتخب فرنسا فهو اللعب الكبير عليه بن زيمة أنا بتخيل حتى وجوده في المعسكر يا كابتن هو أهم العيب أنا بالنسبة لي أفضل العيب كرة قدم في العالم في الوقت الراهن وتأثيره من اللعبة لتأثيرها بيظهر فورا يعني مش المطشة هيغيب المطشة اللي بيغيبه بيعمل مشكلة المطشة اللي ما بيغيبه بيعلم حالا ولكن وجوده في المعسكر أيا كان بعد مسألة النيديشامب ما كانش بيستدعي لسنوات طويلة دي برضه من دوع التوتر حتى مع حبنا الكبير يعني مع حب الشخص البنزيمة وجوده مدعال التوتر وجوده أنا بيضيف مشكلة زيادة فأنا مش بقول ما تاخدوش بس بقول ما شو دي شامب يعني شامب ما فيش مباشر أسألك السؤال هل دي شامب آخر كمان ما راح له مع المنتخب الفرنسي هيكون كاس العالم خلاص طلع كل اللي عنده وبقت الأمور خلاص وصلت درجة أنه لازم في تغيير في الإدارة الفنية لو ما خدش كاس العالم هيمشي فكرة أنه فرنسا دلوقتي يسقف الطموحة علي جدا لأنه ما أبطال العالم فهو لو ما وصلش المربع زهبي ما خدش كاس عالم ما فيش أي مبرر لإبقاؤه خصوصا من قط اللبس يعني فلتت زمامها تماما يعني أنت بتتكلم في العيبة بتصرح عن بعض التصريحات دي في الميديا وعوضاع متوترة جدا ونعكس ده على فرقة الكرة نحن دلوقتي الأخير على دور الأمور الأوروبية مهددين نحن من روحش بيورو فتخيل لو حصل تعصر كمان في مرش النمسا وسط الأجواء المتوترة دي إيه شكل المنتخب في الوقت ده زيدان بيسخن؟ زيدان هيسخن ساعة الهدد هو أكيد بيسخن لا هو مستني هو رفض عرض باريس يعني أو يعني ما قيل أنه هو رفض عرض باريس سندرمان طبعا نصر الخليفة خلاني نتكلم شكل رسمي نصر الخليفة نفى نفى بس ألت زيدان بس هما لا يمكن نفيها يعني زيدان كان مستعد جدا لتولي باريس سندرمان بس زيدان رفض علشان هو مستني فرنسا هو مستني فرنسا الخطوة اللي جاية فأنا متخيل بعد كس العالم 22 إلا أنا متخيل أن فرنسا برضو مش هتاخده أكيد متهيألي يعني أو يعني خلينا نضرب الوضع كده يعني بالظروف الراهنة يعني بالظروف الراهنة مش واضح أن فرنسا هتأخذها وده هيسبب أقل الدشامب ووصول زيدان متهيألي ده السيناريو اللي هيمشي الحديث معك يا أحمد ممتع جدا هنتوصل مع الحديث مع أحمد مجدي ودوري الأمم الأوروبية بعد الفاصل كنا حديث رائع مع أحمد مجدي عن طبعا دوري الأمم الأوروبية أو بطولة الأمم الأوروبية واتكلمنا على يمكن فرقتين بشكل كبير جدا فيه تناقض كبير على المستوى الهدوب نتكلم عن المنتخب الألماني عن فليك مسيطر بشكل أكتر من رائع على المنتخب على الأجواء على الجانب الآخر اتكلمنا على المنتخب الفرنسي اللي يمكن متأخر وحنتابع مع حضراتكم ويمكن ترتيب المجموعات في هذه البطولة ويتزيل المنتخب الفرنسي مجموعته والأجواء صاخبة جدا على طبعا ديشامب وطبعا أحمد بنتكلم على هل فيه أمل هنتابع معاك طبعا ترتيب المجموعات كلها ونشوف رأيك إيه في المجموعات لكن هل فعلا عدم وصول المنتخب الفرنسي للنهايات هيكون هي القصة الأخيرة لديشامب مع المنتخب الفرنسي لا مش يبقى قبل كاس العالم يعني هو لسه كمان فيه أكتر من جولة بعد كاس العالم هو اللي يحسن كل شيء يعني لو ما نجحش هي طبعا قدامنا طبعا الدنمارك طبعا الدنمارك متصدر بشكل شكل كبير بالنقاط الكاملة كرواتيا النمسا فرنسا يمكن عنده نقطتين وده من خلال تعادلين فالأمور لسه وارد جدا عودة المنتخب الفرنسي هو وارد طبعا وارد في التوقف دايب يعني يعني يرجع مركز تاني لا مش تاني آه يرجع مركز تاني وارد يرجع مركز تاني يعني لو وصل للنقطة تامانية بس كروتها تخسر المرشين صعبة برده ولكن وارد يجب أن يحسن وضع هو يجب أن يحسن وضع لأنه هذا يفرق كمان بعدين في النظام الملحق التأهيلي في موقع منتخب فرنسا في الملحق التأهيلي ففعلا ممكن تلاقي نفسك قبل كاس العالم مش موجود كمان تبقى ضربتين فعلا بس هو كاس العالم فعلا لو فرنسا مرحتش بعيد ما وصلتش منيما مربع زهبي على المربع زهبي طبعا ما فيش داعي لوجود شامب ما فيش داعي أصلا يعني هو اللي هيبقى مطالب بتبرير بقاءه مش مطالبين أن احنا نقول هو ليه هيمشي خصوصا فيه بديل فعلا زي محارتك قلت زي دان بيسخ نشوف المجموعة اللي بعد كده برضو نتابع معاك يا أحمد برضو الفرق الموجودة وبرضو توقعاتك للوصول دي المجموعة A2 طبعا أسبانيا في المركز الأول البرتغال تشيك سويسرا مجموعة قوية أنا شايفي أربع فرق قوية جدا خاصة المنتخب السويسري يعني بيقدم مستوىات رائعة ووصل لكاس العالم بشكل جيد مع مراد يكين طبعا زميل السابق في ألمانيا شايفي المجموعة دي ازاي المجموعة دي برضو معقدة جدا وصعبة التوقف ده من أهم التوقفات عشان ببرتغال عندها أسبانيا وعندها سويسرا أسبانيا عندها البرتغال وعندها تشيك صحيح أسبانيا ماشية بخطة سابتة ولكن الفرق مش كبير خلص مع ببرتغال نحن نتكلم على نقطة واحدة ونتكلم على مجموعة رقميا جاهزة أن كل حاجة يحصل فيها يعني من كلمة 8 7 4 3 كل حاجة وردة كل شيء وارد في الوقت الراهن لو أسبانيا والبرتغال يتعدلوا مع بعض كل شيء بقى مفتوح وده ومرشح جدا أنه هو يحصل كريستيانو رونالدو طبعا فترة مهمة جدا 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 في وجوده في المجموعة دي جدا أنا متخيل برضو التوقف ده من أهم التوقفات في حياة رونالدو لأنه بيمر بفترة صخبة جدا وعدم وجود عدم مشاركته بشكل لأساسي لازم يظهر دلوقتي أنه هو أولا هو كريستيانو رونالدو بقيله وعشر ماتشات ويتم متين ماتش داولة هو يعمل في التوقف ده ماتشين كس العالم ممكن يخلص الموضوع الماتشين ده يعني لو وصل بعيد ممكن يخلص موضوع الماتشين ده أو يبقى خلاص على شفا ماتش أو ماتشين من المسألة دي وده شيء يعني يدول لك أدي لعب ده أستوري في كرة القدم يعني بدون أدنى شك بس عنده توقف ده تحدي كبير لأنه لو عمل لحظة كبيرة بقى زي مثلا نكسب أسبانيا مثلا بهدف متأخر هو اللي يجيبه أو حاجة زي دي هيرجع لتنهاج محمل بقوة كبيرة جدا أنه أنا لازم ألعب أنا لازم أعمل فأنا متقال دي دوافع كتير جدا عند رونالدو دلوقتي خاصة أنه مش عايز يدخل في مرحلة الشكل في التقوى وصعات المباريات الدولية فعلا بتكون فرصة للعبين كمان زي ما تبطل إثبات الوجود بشكل أو بآخر على سبيل المثال أو مثال واضح جدا أنه هو كريستيان رونالدو وأزمته مع المان يونيتد قد تكون البرتغال هي البوابة لعودة تاني الثقة والثقة أولا في نفس رونالدو على طبعا بالضبط والتكريم اللي حصل في الاتحاد ببرتغال الكرة القدم من فرناندو سانتو ده كان بعز من فرناندو سانتو حركة في منطقة هو من أهم المدربين اللي شفتهم في حياتي هو تيتيب تلك البرازيل اللي بتعامله مع نفسية النجم بتعامله مع نفسية النجم ليه لأنه هو مش بنفس نجميته من زمان يعني المدرب اللي يبقى كبير في السن ومحظيش بنجمية واسعة جدا يعرف يتعامل مع النجم أكتر من المدرب النجم الكبير قوي اللي يجي يتعامل مع نجم زيه فهنا بيبقى الكلاش عالي إنما مدرب كبير في السن ومحظيش بنجمية كبيرة يفهم يعني كريستيان رونالدو يفهم يعني ايه عامله بالراحة فالتكريم جيب في وقته. بالضبط التكريم جيب في وقته وانه انه اكثر لعيب جاب جوان. ما هو بقاله كتير اكثر لعيب جاب جوان. صحيح. فهو تكريم عشان يقول كمان تصريح مهم انا هلعب يورو 20-24. يعني واضح انا انا بقول هتقاهل وغير هتقاهل هلعب. وهلعب كاس العالم ده. وبيقول ان ده مش نهاية المطاف. فالحالة النفسية اللي هو دايما كان العكس. دايما كان رونالدو احيانا بيواجه مشاكل متوتر مع البرتغال وانفجار مع الاندية. انه منفجر دايما مع ريال مادرير. منفجر دايما مع اوفينتوس. منفجر لحد الموسم اللي فات مع مانشستر يونايتد. وبيبقى اداءه في الاندية. قوي جدا جدا. بيحفز انه يظهر مع المنتخب بشكل كبير. ولكن في الوقت الراهن هو شايف البرتغال زي ما حارتك تفضلته وصفته. هو فعلا يعني حلقة طوق النجاة زي ما بيقوله. هو ده اللي هيمكن يعمل لحظة كبيرة في الوقت الراهن. يرجع لتنهاج يقول له ايه بقى. انا فين. انا وضعيتي ايدي الوقت. طيب نروح للمجموعة اسري كمان. مجموعة قوية جدا جدا زي ما اتكلمنا. موجود المجر والمانيا وايطاليا وانجلترا. برضو مجموعة قوية جدا بيتصدرها. ودي لغاية دلوقتي المفاجأة. ان المجر بتتصدر على حساب المانيا. على حساب ايطاليا. على حساب انجلترا. زي ما انت قلت ان المنتخب المجر بيقدم مستويات اكتر من رائعة. لتوقعاتك ايه لشكل هذين المجموعين. يعني متخيل طبعا ماتشنج المانيا والمجر ده بقى ماتش حاسم جدا في المجموعة كلها. طبعا المجر بتتصدر لحد دلوقتي. بس المجموعة مفتوحة على كل احتمالات. انجلترا بعيدة. هتبقى نقطتين. لو خدت فرضا الست نقطة اللي جايين. اكيد المجموعة هيتغير فيها ان المانيا حتى لو كسبت المجر. او المجر كسبت المانيا حد فيهم هيفضل متصدر للمجموعة. فانجلترا مش هتلاف تروح حتة دي خالص. ايطاليا بقى لو عملت العكس وقامت انهت تماما امال انجلترا وكسبتها الماتش بتاع بكرة ده. انجلترا بقى اللي عندها شكوب كبيرة جدا في الوصول. فانجلترا بماتش ايطاليا ده بوابت النجاة. يعني التوتر كبير جدا بسبب اليورو بسبب نهاء اليورو. ولكن ماتش انجلترا ده يكون في منطقة الصعوبة لانها هيحدد مصير انجلترا في المجموعة. وعشان كده الشحن حصل بشكل كبير جدا في الصحافة الانجليزية. تمام. نروح للمجموعة A4. ايضا مجموعة فيها فرق كبيرة. طبعا بيتصدرها المنتخب الهولندي. موجود طبعا نشوف المجموعة هولندا بلجيكا بولندا ويلز. برضو على مستوى المنتخبات. ثلاث منتخبات قوية جدا. يمكن منتخب الويلزي الاقل. ولكن كمان منتخب بولندا منتخبات قوية. هولندا في الصدارة. اعتقد حسمت امورها بشكل كبير. بلجيكا بولندا ويلز. هناك قدرة لعودة المنتخب الهولندي. وخاصة سيلاعب المنتخب الهولندي. طبعا هناك قدرة. نحن نتكلم على ليفاندوفيسكي ومباردة دي يونج ودي باي. دي باي قريب جدا من تحطيم رقم الهداف التاريخي المنتخب الهولندا. وده حاجة محدش اخب باله منها. يعني دي باي قصاده ثلاث تبوان بس. يبقى الهدف تاريخي المنتخب هولندا. متفوقا على روبين فان بيرسي في المركز الاول. اعتقد فان بيرسي 51 هدف لم تخن الزاكرة. وهو 48. ليه تباين على مستوى المنتخب بيعمل اداء واهداف؟ هو نجم الاول لمنتخب هولندا خلال اخر 3 اربع سنين. هو دي باي. ودي باي بيعمل كل حاجة بالذات مع لويز فانخال. وديوز فانخال عارف يطلع منه افضل نسخة. هو وثق جدا في نفسه. الجيل اساسا ما فيهوش اسامي رنانة غيره هو وديونج وفندايك. عموما يعني. يعني بتكلم مع حالاتك. لا الجيل قوي. ولكن ما فيهوش اسامي رنانة. تخلي دي باي حصله لا حصل في برشلونة ده. انه كل بيدري الصغير ده نجم علي. ومش عارف مين نجم علي. لا يعني. دي باي نجم شباك حاليا في منتخب هولندا. عنده ماتش كبير جدا قدام بولندا. فوز منتخب الهولندي بالتلات نوعات. هو افضل منتخب عام الرسيد لحد الوقت في الدولة الأوروبية. التلات نوعات قدام بولندا. يعني تقريبا بيعنوا بشكل كبير جدا. وصولوا رسميا ليروع 24. طيب. نشوف المجموعة القادمة. اعتقد بي 2. برضو مجم المجموعة بتضم البوسنة والهارسك. الجبل الاسود فنلندا ورومانيا. مجموعة كمان مستوى الأسماء مش زي المجموهات الفاتت. شايف كمان البوسنة والهارسك. وهو متصدر المجموعة على حساب الجبل الأخضر فنلندا والمنتخب الروماني. يعني طبع البوسنة منتخب متطور جدا بغض النظر عن موقعه دلوقت في القرى الأوروبية. ولكن البوسنة عنده نجم مثلا بحجم ميرالين بيانتش. نعم وسط دلوقت الاشتراق الإماراتي. ومستوى نزل شويا في كورت القدم. ولكن لقى عنده نجم كتير جدا منتخب مستقر بدرجة كبيرة. أنا متخيل أنه يعرف يلاقي طريقه للمرحلة القادمة في التصفيات إن شاء الله. طيب نروح للمجموعة بي 4. المجموعة طبعا بتضم النرويج سربيا السويد وسولفانيا. طبعا مجموعة كمان من الفرق من المستوى. ولكنها قوية جدا. ولكنها فرق مديد فرق. ولكنها فرق مديد فرق. وفي درب اسكندنابي بين النرويج والسويد. ومنتخب سربيا منتخب لا يستهام بي على الإطلاق سربيا من أكثر الدول في العالم. تصديرها للمحترفين في أوروبا. المحترف السربي منتشر جدا في أوروبا. اللعب السربي محترف في أوروبا. لا. اللعب السربي المحترف في أوروبا. اللعب منتشر جدا جدا. النرويج عندها الرشاش طبعا. إيرلينج هلند. ما حدش عارف يوقفه وما حدش قادر أعليغ الربنا في الفترة الحالية السويد عندها منتخب هل هل هلند هيكسر كل الأرقام القاسية لكريستيانو رونالدو لميسي على مستوى التهديف بهذا المعدل الكبير جدا على مستوى الأندية على مستوى كمان المنتخب شايف أنه رايح في حتة تانية خالص حنشوف نسخة جديدة من لعب مختلف يعني لعب على المستوى الفني مختلف ولا هو ميسي مهريا ولا هو حتى كريستيانو رونالدو ولكن ليه السبغة خاصة به هلند أنا شايف يا كابتن واسمح لأستطر تشوا في الموضوع ده أن هلند غير تاريخ الكورة كله يعني هلند غير تاريخ الكورة وده مش بس على مستوى الأرقام يعني لو عدنا نحسب بس لو كان مثلا ظهور ميسي وكريستيانو بس في 8-9 مثلا أو 7-8 2007-2008 معناه بس أنه كل واحد يوم يدخل في ألف جون دلوقتي وكلام ده ما كانش هتبقى دي الأرقام اللي لها دلالة ولكن فيه لعيبة ظهورها يا كابتن في وقت من الأوقات بيغير تاريخ الكورة هقول له حالتك ليه يعني على سبيل المسال خير نستطيع مثلا حالة رونالدينيو مثلا حالة رونالدينيو لما ظهر من 2002 إلى 2008 فترة رونالدينيو لها العز رونالدينيو في الوقت ده كانت الكورة شكلها مختلف تماما عن رونالدينيو في الوقت ده كان إسي ميلان يوفينتوس انتر ميلان قفل كنفارو نستا مالديني ياخدوا شامبيونز ليج يلعبوا شامبيونز ليج اكسترا تايم كله صفر صفر نلعب بلينات 3-2 كله تكتك وكله كان يعني العاصر الفترة دي في الكورة ما كانتش أمتع الفترات من حيث المتعة لعيب زي رونالدو ما كانت لعيب رونالدو اللي هو رونالدو الفينومينو اللي بيحتفل بعمل لادو الناردة طبعا وناديك كروزيرو اللي هو بيتملك وصعد للدور في برازيلي الأول مرة بعد هبوط 3 سنين رونالدو في الوقت ده ما كانش نجم الشباك الأول في العالم نجوم الشباك الأول في العالم ساعتها مالديني نستا كنفارو اللي محدش عارف يخترق داع فيها إيطاليا مالديني ده ما حدش عارف يعد منه نستا ما حدش عارف يعد منه بوفون ده ما حدش يعني تشوف نهاء الشامبيونز ليجي أنا فاكره جدا بتاع الفين واثنين ده مالديني ونستا بلعب بوفون ونحة تانية يعني حاجة مستفزة جدا من يوفينس وميلان فلما جي رونالدينيو بغض النظر عمل إيه يعني هو رونالدينيو تاريخه كله في مثلا عشر أو حداشر بطولة ما هو أشأ الأعلى مش أكثر حصولا على البطولات بس وجود رونالدينيو غير التاريخ في الوقت ده وجود لعب زي رونالدينيو كرة القدم اتغيرت ليه لأنه بعد لعيب المهاري تاني رجع اللعاب الأوحد اللي بيصنع لوحده ويجيب جيل ميلان ده كله كلهم اعتزلوا بسببه بسبب مارشين ثلاثة وارا بعد كده لعبهم في الشامبيونز ليج فالرونالدينيو في الوقت ده غير تاريخ كرة هلند هيغير تاريخ كرة القدم هقول لك من أن المنطلق مسي على سبيل المثال غير حاجة مهمة جدا انه في انكار عالمي ان يجي لعيب زي ماردونو مثلا لما كان العالم كله بينكر ما فيش لعيب هاجي زي ماردونو اي لعيب أورتيجة لو حررتك تفتكر أليل أورتيجة كله كان بيقولني ده ماردونو الجديد انكار عالمي ما تقولش ماردونو الجديد محدش كان يقدر يقولها حتى ماردونو الجديد شوف شينكو ما فيه ما تقولهاش اي لعيب أشعر فلما مسي جي وبدأ العالم يقول ما ده ممكن ده بيعمل نفس الحاجة ده واضح نحن بيعمل نفس الحاجة ده خد شامبيونز ليج ده خد ست بطولات ده بقى أحصل عائف في العالم ده خد ثلاث أحصل عائف في العالم عشر سنين مش من بينهم يعني حتى ليفندوفسكي بيلعب برى المنطقة يعني بياخد من برى المنطقة ويروح بياخد من برى المنطقة ويقسم لعيب كورة برضو سوارز على سبيل المثال معظم تحركاته كبرة المنطقة دخوله المنطقة ببقى في الوقت اللي هو عايز يفنش فيه بس هو معظم وجود هو السوارز اللي أنا بعتبره ان هو أحسن مهاجم في آخر عشر سنين في الكورة مثلا معظم شغله برى المنطقة هلند 18 هلند رجع أنا مش بحب أقرن بس هو بيفكرني بكابتل حسام بكابتل حسام انت هتفتكر لقطات قليلة جدا لكابتل حسام برى السندوق بس جوا السندوق هتفتكر له 190 جو فهو هلند كده هلند وجوده في منطقة الجزاء وهو عنده قدرة طغية على استغلال أنا بشوف كل شبر في جسمه يعني هو بيستغل جسمه وبيستغل كل شبر في جسمه أنا فاكر الجون اللي جابه في كريستال فلس على سبيل المثال لا هو عمل دي كده حاجة زورة ثلاثة هو عمل بس دي كده حاجة ثلاثة وده كان ما بقاش موجود كان بقى رحنا أول قصة المهاجم اللي سكلفول بقى بتاع المهارات اللي بياخد في رجله أو اللي بيسموه الميز رانر اللي بياخد الكرة في رجله ويطلع من بره ويجيب جوان لا هلند وجود بتاع ده خالص اعمل لي عرضيات وسيب الموضوع علي اعمل عرضيات دخلني الموضوع او سيب الموضوع اه وصلني هي لمسات قليلة جدا يعني انا بيعجبني قدرته ان هو يعني يفضي نفسه في الست مش طبيعي في الموضوع ده ده موضوع underrated بالنسبة للمهاجمين رودفا نستو رود على كمان البرسنتيج الفرص والتهديف يعني بتتكلم مش طبيعي مش طبيعي فعلا لا بكلم حضرتك غير كده أنا يعني وبعدين ما فيش حاجة اسمها أنا بتأقلم والكلام ده يعني في قصة كنا بيقول لا انجلترا مختلفة ما نشوفك ما فيش الكلام ده هو قصته كلها الكرة دي والشبكة دي بس هو بيعرف يحط الكرة دي في الشبكة دي ما بيعملش حاجة تاين والله ساحمد مجدي بيقول ان هلن هيغير تاريخ الكرة العالمية في السنوات اللي جاية يلا نتابع لسه طبعا المجموعات ترتيب المجموعات بالنسبة ل بطولة الأمم الأوروبية هنقف عند المجموعة سي وطبعا تركيا في الصدارة ايضا تركيا في اعتقاد يعني بالنسبة طبعا للفرق اللي معها هي اللوجيك جدا تكون في المرتبة الأولى لوكسنبورغ جزر فاروي ليتوانيا محسومة شوية لا محسومة جدا منتخب تركيا مستغلا الحالة اللي عليها الدوري بتاعهم الفترة اللي فات الدوري بيعلقوا جدا من ناحية التسوئية السنة الثالثة أو الرابع على التوالي اعتقد البطل بيعرف طريقه للمراحل هو طبعا تربزون سكور ما عرفش يكمل لحد دور الأبطال بس كان فيه طول السنوات اللي فاتت كان فيه نادي أوروبي نادي توركي دايما في دور المجموعات في دور أبطال أوروبا لأن ديال كوبرا دلوقتي الاسكل الوسع دلوقتي في تركيا ما بقتشي قصة فنر بخشا وجلت تسراي بس لا جلت تسراي زناهي السنة اللي فاتت تامن على سبيل المثال جلت تسراي دلوقتي بيعمل مركاته ورهيب علشان يرجع تاني للمستوى بتاعه في فين أرباخ شفي إسطنبول بشاك شهير حتى اللي كان بيلعب فيه كهرباء هاتاي سبور كان رابع لحد الأسابيع الأخيرة في السيزون اللي فات رابزون سبور خاد الدوري اللي بيلعب في نجمنا محمود حسن تريزيجي فتركيا بتستفيد من الحالة الكروية بشكل عامل اللي بتمر بها البلد وده منعكس جدا على المنتخل طيب نروح للمجموعة اللي بعدية مجموعة سيلي بتضم اليونان كوزوفو آيرلندا الشمالية وقبرص اليونان طبعا عايزة ترجع بشكل كبير واضح طبعا حلم 2004 حلم 2004 الكلاسيكي بس يعني خلاص هو بقى فيه شيء ما بيربطهم حاليا اليونان تتمنى توصل فكرة مجرد الوصول يرجع تاني قصة وجودي في كتاب التاريخ لما مصر وصل كاس العالم بتاع 2018 فبقنا بنقول ده مصر اللي وصلت 24 34 90 و2018 فبقى فيه مجال ان احنا نتكلم عن تاريخ مصر الكروي فلما اليونان توصل كاس أمم أوروبا يبتدك كل يستدعي تاني بطولة 2004 لان فيه ما يبررها فيه منتخب يوناني حالي فلما بتحصل تفراد زي دي في كرة القدم طبعا منتخب اليونان عمره ما هيكرر 2004 دلوقتي الفرق كبير جدا بين منتخبات أوروبا ولكن مجرد الوصول بالنسبة لمنتخب اليونان هيعني كتير جدا بالنسبة لإرث 2004 لو جاز أن نستخدم هذا التعبير يعني انت بترشح منتخب اليوناني و منتخب اليوناندا الشمالية مش قوي زي حقبة شي جيفن ورويكين و داميان ضف والأوروبي كين كمان مش بنفس القوة في الوقت الراهن عنده مشاكل كتير جدا وعشان كده موقعه في الترتيب بعد كسوف وعلى سبيل المثال بفرق أكتر من ثلاث نوع المجموعة سي ثلاثة كازيختان بعشر نقاط سلوكيا بستة و روسيا البيضة محسومة لحد ما يا أحمد يعني أعتقد أعتقد المجموعة محسومة لأول اتنين الصعود لأول والتاني يعني ما أعتقدش بصراحة وما أقدرش بصراحة استنبط شيء معين عن مجموعة زي دي خصوة أن هناك تفاوت في عدد المباريات اللي أخذتها المنتخبات بشكل واضح كازاخستان منتخب قادم بقوة ليه لأنه داخل من حقبة التحول من أسيا لأوروبا ده بقاله دلوقتي خمس سنين أو ست سنين تقريبا فحاجة زي دي ممكن تبقى مرجعية تصدر المجموعة ووصوله الملحق تاني حتى لو مش وصل لليورو ووصوله الملحق تاني علشان يظهر بشكل كبير في اليورو أعتقد أنه بخطط لحظة مرجعية زي دي طب نشوف المجموعة الجاية جورجيا مكدونيا الشمالية بالغارية جبل طارق جورجيا طبعا أنا بأسجل إعجابي بكفرات سخيل طبعا لعيب لعيب ممتاز يعني الأقصى درجة بيقول دلوقت النهضة الجورجية في كرة القدم جورجيا عندها أكثر من محترف بشوق طريقه يعني في دوريات أوروبية كويسة زي ما قلت لحضرتك أنا مقدرش أقول قلنا اسم جورجيا كمفاجأة ولكن هي مش يعني ما قدرش أصنف أنها تروح الحتة دي صراحة بس تقدر تقولين فيه تطور في كرة القدم الجورجية يعني فيه بلان بيشكل ناس شغال العيب زي كفراتسخية ده يطلع لك ويلعب في نابولي ويعمل العمل في ليفربول في ماتش الأربعة واحد ده ويرجع ثاني المنتخب فأنت بدأت تتكون إرسل من مجموعة دي طبعا وده اللي بتتكلم عليه برضو بتدي فرص يعني فيه ناس ما كانتش تعرف أندرو مولدوفا دول كانوا بياخد نقطة بيفرحوا بيطول المنوع اللي عم على البرتغال ومع التشيك ومع سويسرا ومع مش عارف إيه فهو مش عارف ياخد حاجة فأنت لما تحط دلوقتي فيبقى سمو وصل للملحق المرة اللي فاتت في تصفيات عشرين اتنين وعشرين فمن الحاجات دي اللي ممكن يبقى فيه شوية تغيرات طيب نطلع لفاصل سريع يا أحمد بعد الفاصل إن شاء الله نفتح ملف جديد هنا في المحترف خليكم معنا أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد خلينا نفتح ملف الدوريات شوية ونتكلم على دوري أنا بالنسبة لي طبعا شاركتي فيه لسنوات طويلة جدا جدا هو الدوري الألماني والدوري الألماني خلال طبعا عشر سنين اللي فات واحتقار كامل للبايرن ولكن انطلاقة غير متوقعة للبايرن مع مدربه الجديد نايلزمان ومشاكل كتيرة جدا مشكلة البايرن في مدربه في اللاعبين في عدم وجود بديل واضح وصريح لغياب طبعا لبندويسكي عن الفريق يعني أنا شايف النمط الإداري يعني لو عن شخص مشكلة واحدة كده نقول أنها أكبر المشكلات في أكتر من المشكلة بس لو أكتر مشكلة فهو أنه فيه نوع من العنجهة الإدارية كده في بري من الخياني تجلت مثلا في مسألة موضوع لفندويسكي أهانوا لفندويسكي وأهانوا برشلونه فبيتتتصعد المشكلة في حين أن شايف أنه كبرياء زيادة لازوم يعني فيه نوع من أنواع العجرافة بما أنا صاحب أنا شايف كده أنا شايف كده هداف بيرني ميونيخ ده هداف بيرني ميونيخ بقاله 8 سنين صحيح كرة القدم في بيرني ميونيخ كانت بتعتمد على رأس حربة كلاسيكي رقم 9 في الصندوق لمدة 9 سنين أو 8 سنين خدت به كل حاجة وهو الرجل كان نجمك الأول فتبديله على الأقل مرحليا يعني مش تبديله أنك فجأة تقرر أن كل كله يبقى مهاجمين وهميين على سبيل المثال لا يعني أنت عند وقت جناب بريو مولر وساديو مانيه حتى اللي أنت مش عارف حتى توظفه الملعب جناح ساديو مانيه كنت لسه أسألك ساديو مانيه برضو انتقادات كثيرة جدا جدا هل ساديو مانيه مظلوم في البايرن هل تشادو بتاع ليباندويسكي أنه هيسدي مكانه ظالم شوية ساديو مانيه لعبه كرأس حربة صريح آه لعبها في ليبربول لكن في مباريات كثيرة جدا بيلعب وينج شمال فأنت شايف كمان صفقة ساديو مانيه إيه مع الباير أنا شايف طبعا صفقة يعني ناكحة جدا لكل الأطراف وأنا شايف البايرن بغض النظر عن كل إحنا بنتكلم فيه ده بس ببايرن سيطلع من كل ده بسهول يعني ببارن هياخد الدوري سهل جدا وهيتخطى اللي هو فيه بس نحن نتكلم لأ أنه في شيء مختلف السنة اللي فاتت أو قبل اللي فاتت مع نيكو كوفيتش كانت بداية مترنحة جدا وفي الأخير خدوا الدوري الدوري الألماني للأسف مفيش مفيش في النص لأن كانت تصعد المشكلة كبيرة جدا مع النجوم بالذات نيو ومولر ولكن بنتكلم أنه فيه فرق كبير بين بارن وبين كل قندية الدوري الألماني بس نتكلم برده بشكل موازي هل فرقة بارن ميونيخ بما أبدته حتى قدام برشلونة في مطش الـ 2-0 كان أفضل بكتير برشلونة كان ممكن على قل يطلع بهدفين ثلاثة بالضبط فالمقصد أنه هل هذا الفريق الذي تعود عليه لكي يصل لمرحلة بعيدة في الشامبيون ليج ألا لا أنا أقول أنه التشكيلة محتاجة شيء التشكيلة في الملعب محتاجة شيء الشيء دوت يعني أنا أشوف أن صفقة دايت أوبامي كان صفقة موفقة جدا جدا شايف أن بارن ميونيخ عنده حلول كتير في خط النص جيم تسعة أنا لو ما بلعبش كده سنوات طويلة ما يقصر ولكن أنا بلعب كده بس يعني يعني ما فيش بديل وبعدين ليفاندوفسكي لعب قليل إصابات جدا طول السنين اللي فاتت ما كان الموسم 40 45 ماتش بلعب منه من 45 بلعب 90 % 95 من 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 فبشكل ما الجيل ده اتساست من فيه 9 فاتبص مثلا زي برشلون على سبيل المساء لا الان تارجت نادرا ما كان كده لبيرني مينخ ما فيش شوط تارجت يعني تكلم في 6 أو 7 شوط تارجت في الألن زارينا ده لا شيء بالنسبة لبيرني مينخ متأسف لا شيء بالنسبة لبيرني مينخ فمفيش اللي هو المهاجم ولا روكنية الشوط الأولاد يعني ولا روكنية للبيرني الشوط كامل ولا روكنية بيلعب فالألن بس ده كان بيزهق يعني عارف لما يقول لك كابتن لما كان مثلا أيام هولندا بتاعت 88 ويجي يقول لك مهما الدنيا عكت في فنباستن هيشوت واحدة هيعمل واحدة بس يعني انت مش محتاج حلول كتير يعني لو تمسك خلية مثلا وريكارد والشباب دي لا فالبسط واحدة طايرة كده مش هجمة أساسا هيشوتها واحدة فرستي تايم جون فهي دي الحاجات اللي باندو بسكي لعب باندو بسكي بيحلها لك ولا بل دبقة ولا تاكتك ولا ولا استقبل الملعب ولا هو رجل موجود وفي ناس بتحط الكرة في 18 بنسبة كبيرة هو يتفوق على كل الناس وهيجيب جون هي دي الفكرة لما عندك اللعب ده وتفرط فيه بدون بديل واضح أنا قلت بصراحة يعني في البداية وظني خاب قلت في البداية نسادي ومانيلا هيلعب تسعة بس وده النادي اللي هيلعب فيه التسعة اللي 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 السنة اللي فاتت في ليفر بول وكان موفق فيها لدرجة كبيرة يعني مع ليفر بول اي نعم أنا بشوف ان مانيه فأسوأ حالات ونازم يبقى جناح يعني لازم يبقى جناح لازم جناح مثالي بديك حلول دفاعية وهجومية على اي خصم ولكن أنا قلت خلاص مانيه تسعة من أول للموسم لآخر مفيه جدال والمكان بقى تطلع قماش كمان خمس متشاط عشر متشاط يبقى دي مسألة تقديرية لما المكان طلعت قماش مثلا في السوبر الألماني بس نبص لها نتيجة خمسة اثنين او خمسة تلاتة لأ في مشكلة في بيرن مش بالقوة المفترسة اللي احنا عارفينها مثلا عنه ونجلس من على سبيل المثال تمام هو مدرب خلق يعني بحيث ان الانداء كبيرة يا كابتن مش حملة اوي مدربين صغار لسنوات طويلة اه انت ممكن هو ادلوقتي نجلس من مثلا ماشي على نفس السيستم ماشي على نفس كل حاجة بس قط اللبس بتاعة البيرن في لعبة كتير اكبر منه تقيلة تقيلة واسماء تقيلة وحتى بتتصطدم بنادي كبير بحجم البيرن وده يرجعني لطبعا اقالة تقيل من شلس هل خلاص تقيل قرب بشكل كبير من البيرن ويكون على رأس الادارة الفنية بلد مثلا من يومين صحفة بلد اهم صحيفة المانية لها سيكشن الرياضي بتاعها صحفة بلد قالت ان في تواصل حصل بين وكلاء تقيل بين بيرني مونيخ وانو التواصل ده مش الاول وواضح ان كان في فكرة الاستخلاف ناجلسمان اكثر المتحمسين لها جوه ارواق بيرني مونيخ هو كارلا هينز رومينيج مفيش رفض كبير من هونس مثلا مفيش رفض كبير من رئيس النادي الحالي أو رئيس التنفيذ اللي هو أوليفر كان ولكن المسألة محتاجة انا بشوف الماني خلص عندهم تشبع من الدور الألماني يعني بالنسبة له هو دور الأبطال ولكن يبقى طبعا الدور الألماني هو طبعا مسابقة محلية بالنسبة له مهمة جدا لكن دور الأبطال وبالتالي ممكن نروح لتوخل لفايز بهزير بطولة دور الأبطال يمكن من سنتين وبالتالي أسهمه تكون أعلى متوقف على دارة الفنية متوقف على أداء باين خلال الفترة اللي جاية من خلال البوندز ديجا أو من خلال دور الأبطال ما أنا بشوف تخل برضو اسم مش هديك الاستقرار الكافي دلوقتي تخل مر على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني بمشاكل كتير جدا خلال آخر شهرين يعني على الصعيد الشخصي مثلا طلق زوجته اللي بلون 13 سنة متزوجين والصحافة ملاحقاة جدا مع العريضة الأزيار برازلية مثلا اللي هو معها الوقت ده وفي الوقت ده مشاكل شخصي 6 متشاط مع تشيلسي ما نجحش أنه يظهر بشكل كويس بيقال بعد جولة واحدة في الشامبيون بيقال إقالة صخبة يعني بيقال إقالة صخبة والملفت للإنتباه جدا فيها أنه ففانة بس الصفقة الجديدة الوحيد اللي قال جود باي أنا كنت سعيد جدا وبتمنى لك التوفيق كل لعيبة تشيكسي محدش كتب تويت عنه غير ريس جيمس تاني يوم وريس جيمس برضو يعني مش بين اللعبة ذوي الإرث الكبير دلوقت بس بتكلم على الأسامة التقيلة لا محدش دعفة فواضح جدا كان في مشاكل فعلا فقط اللبس كان في مشاكل ما بينه بين جزء كبير مجموعة كبيرة من اللعبين اللعبين في تفاصيل كثيرة طلعت عن مسألة ديل جاردين مثلا نشرت أن المسألة كلها بسبب أنه مردش على رسالة واتساب على توت بولي مثلا الملك الجديد لأفكار في كرة القدم عايز يعمل دوري شمال ودوري جنوب وداخل إنجلترا داخل داخل سينمائية قوي بس المسألة الكبيرة كانت مع توت بولي طبعا مع رئيس الكونسورتم أو المالك الجديد لتشيلسي ولكن اللي حاصل مع اللعيبة 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 زي ما تقول حرارتك اللعيبة لما بقى بنادي بحجم تشيلسي وفي لعيبة من جنسات مختلفة وفي لعبة بقى لها سنين موجودة وفي صفقات بدأت ما تاخدش رأيك أنك يعني مثلا روديجر ما فيش مرة قعد أنا اتكلمت مع أخي الموضوع كان واضح أنه اللي عايز يمشي هيمشي ولي عايز يقعد وواضح وهو طلباته في المركات يعني مركات تاريخي في الخسائر كل الأهداف اللي هو دخل ما أخدش منها الكريبالي تقريبا ففانا لما تاخده من الليستر ب65 75 مليون سترليني ويبقى أغلى مدافعة في العالم ده مش حق يعني انت صفقة زي دي كمان مش هتم بس انت لما دخلت في كوندي برشلون أخده منك رغم المشاكل ورغم البيون لما دخلت في ديونج ما مشيش من برشلون لما دخلت في أي لعيب في المركات وكان تسبب لك مشاكل كتير فهو رجل مطالبه الرسالة الواتساب دي غاضب جدا توت بولي وكان مستنيله واحد يعني مستنيله غلطة فكانت الخسارة من شاختر دونجسك في دورة أبطال أوروبا يعني القشة التي قسمت ظهر البعير زي ما بيقول زي ما بيقول يعني خلاص يعني انت كمان مش يعني مش مرقح ان هو يكون على القيادة الفنية للبيون خلال الفترة الجاية النتيجة لا لو نجلس ما نمشي لو نجلس ما نمشي هو تخل الهيج بالنسبة كبيرة تخل الهيج لأنه هو ما بيحبينه بس أنا بقول مردود دقيعة الفرقة الفرقة هتجيب مدرب متوتر جدا أنا بحبس جدا أن الفرقة يبقى يعني أنشلوت عملي في الولايات التانية أنشلوت عملي يعني في الولايات التانية في الان مدريد هو جاي بعد مسيرة تكاد تكون انتهت يعني جاي بقى راح سياسته شوية أنشلوت الولايات التانية غير كتير ليه علشان هو الراجل خد خبرات رهيبة وخد قضة لبس متوترة مليانة بقى لو بيتيجي على سولاري على مدربين صغيرين اللعبا نجوم عليهم من الآخر يعني بييجي المدرب بييجي زي أنشلوت بس كل يعني أهم شيء عمل وأنشلوت في السنتين دول في الالمدريد الهدوء 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 بس ما فيش حاجة تاني بنزيمة كل لعيب يتطور بالراح في نيسس جونيرو الصخب اللي حاصل ده كان ممكن يعلي وبتعلى أنشلوت تمام دعمه بس مش بكلام برضو رنان قال بيرود بيرود اللي حاصل بيطور لعيبة واحدة واحدة فهو الهدوء ده أنا بحبزه جدا في الكور إلا مثلا لو مشروعك ده بيكون مثلا هنا عايز أفكار ثورية مثلا برشلونة مع تشافي مش بتاع هدوء ده مش مش وقت هدوء طبعا أنت وقت غربالة تغير الدنيا من تغير الدنيا من الألف لليا يعني بتقسف جدا طب خلينا خلينا نكلم أنت بتكلم أن يعني تخل في حالة طبعا خروج ناجلزمان من الإدارة في نال البين أكيد تخل هيكون موجود لأن النتائج مخيبة جدا جدا لانطلاقة البين خلينا نشوف يمكن نتائج الجولة الأخيرة من البوندزليجا لأن كمان المتصدر يونيو برلين يونيو برلين طبعا مفاجأة كبيرة في تصدره دي طبعا النتائج والمينز بتعادل مع هيرتا 1-1 لبركوزن بتعادل مع بيردا بريمين 1-1 دورتموند فوز 1-0 على شالكا شتوتجر 3-1 خسارة من فرانكفورت أكسبورج وفوز 1-0 على البيرن وده كانت نتيجة صعبة جدا على البيرن بعد كمان سلسلة من التعادلات بونشين بلاتبخ فوز 3-0 على لايبسيج يونيو برلين المتصدر بفوز 2-0 على فولسبورج طبعا بوجود عمر مرموش بخم 1-1 أمام كولن وهوفنهايم أقول لك نتيجة صعبة جدا ويونيو برلين مفاجأة ولكن أعتقد لا تستمر كثيرا نتكلم على بروسيا دورتمون هل بروسيا دورتمون هتستغل لدوة إنها تعصر البيرن ممكن جدا فترات اللي جاية نشوف بطل يعني بطل بعده وسنوات بعيد عن التتويق في البندسليجا طبعا أفكار إيدين تيرزيتش بدأت أوهات إيدين تيرزيتش برضو مدرب صغير في السن نفس السياسة وده واضح أن ألمانيا ماشي عليه دورتمون دورتمون بقى يعني قط اللبس قهدى كتير ولكن برضو قصابة مارك رويس ضربت بروسيا دورتمون في ماتا لأنه الأول مرة برضو بيقعد سنة أو قرب السنة من غير إصادات بشكل منتظم جدا في الأداء بشكل مستقر في كل شيء حتى من الناحة البدنية من الناحة قد تكون الأخيرة لي على الصعيد الدولي مع منتخب ألمانيا لما جاء ضربة دورتمون هو كسب الماتش اللي لعب قصاد شالكة 1-0 ولكن ضربة رويس دي أنا متخيل أنها تأثر جدا على مصار دورتمون نتكلم في شهرين أو ثلاثة مينموم بيرن الغبة مش هتطول ويونيو برلين أنا عايز أشير برضو لقصة أوريس فيشر المدرب بقاله كتير جدا بيدرب بس لما خد يونيو بنيل ويعمل شيء مهم جدا يونيو برلين دلوقتي تاني أقوى تفاع في أوروبا في أوروبا كلها وإحنا لما نتكلم على سعب عن ماتشات بوندس ليجا يستقبل ثلاث أهداف بس فآه احنا بنقول أن الصحة والشيء ده ممكن يكون مؤقت ولكن لما تستقبل ثلاث ماتشات ثلاث ماتشات ده مؤشر كويس جدا للأداء الدفاع بتاعك وده الشيء اللي فارق مع يونيو برلين ويونيو برلين ما تغلبش ولا ماتش من أول دلوقتي لحد دلوقتي في البوندس ليجا طبعا بدون هزيمة بتاعدي الماتشين وكسر تعالى نشوف الترتيب البوندس ليجا وتصدر طبعا يونيو برلين مفاجأة تصدر الدوري الألماني المركز الثاني بروسيا دورتموند 15 نقطة فرايبورج في المركز الثالي 14 هوفنهايم 13 مركز السابع ب11 ماينز في المركز الثامن 11 نقطة كولن بيردا بريمين أوكسبورج ليبسيك هيرتا برلين شالكة باير ليبركوزين كمان مفاجأة كبيرة جدا وجود باير ليبركوزين في المركز الخمستاشر شتوتجارد في المركز الستاشر بخمس نقاط ومتزيل الدوري بولسبورج بخمس نقاط مع بخم في المركز الأخير بنقطة وحيدة زي ما بقولك هو الدوري الألماني دوري متقلب لكن يبقى طبعا اللي هو البايرن هو هيعود ويعود بشكل أقوى من الأول طيب عندنا بعد كده ناخد عندنا قضية هنتكلم فيها يعني إحنا دايما عايز أخد رأيك في بعض القضايا يعني إحنا خلصنا الدوري الألماني في قضية مهمة جدا هنتكلم عليها خاصة ببعض التسريبات في الفترة الأخيرة لعقد ميسي مع برشلونة أثرت جدل كبير جدا جدا في الصحف العالمية وخاصة في الصحف الأسبانية عايزة نقشك فيها بشكل كبير لكن خلينا نطلع فاصل سريع سريع ونرجع مع حضراتكم أهلا بحضراتكم مرة تانية عندنا ملف وعندنا قضية هنقشة مع نجمينة أحمد مجدي جريد الموند الأسبانية فجرت يمكن مبارح بعض التسريبات عن مميزات في تعاقد برشلونة مع ميسي أو العرض المقدم من برشلونة لميسي أصارت ضجة كبيرة جدا 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 طبعتي ده ازاي وشوفتي ده ازاي طيب خلينا الأول نقول شوية معلومات كده المعلومة الأولى أن الموندو ده مش أول تسريب لعقد ميسي في تاريخ الموندو الموندو دي مش الموندو دي بورتيفو دي الموندو أخر الموندو مدريدية فنطلع أخبار من أسباني من مدريد يعني صحافة أسبانية من جوة كتالونيا غير الموندو دي بورتيفو وسبورت دي بتبقى ضجة جمدة المرة اللي فاتت كان تسريب العقد اللي هو الأكبر في تاريخ كورت القدم اللي هو 555 مليون سترليني في 3 مواسم اللي هو بيقضي بتقاضي مسي 138 مليون سترليني في السنة ده كان العقد اللي هو 3 مواسم من 2018 ل2021 تجديد ميسي في 2018 كان بياخد من 2018 ل2021 الرقم ده هي نفس الجريدة اللي طلعت الخبر نفس الموندو هي الموندو هي هي اللي بي مختلف في التسريبات بتاعت المرات يا كابتن إن تسريب لعقود ميسي كلها مش عقده بس ده مش العقد الأخير جميع وأود ميسي من ساعة لما مضى في قطاع الناشئين من ساعة لما مضى في قطاع الناشئين فده شيء تم بإرادة حد من جوة دارة النادي يعني ده 100% وعشان كده دلوقتي أصابع الاتهام بتشير للإدارة السابقة بقادة جزيب ماريا برطوميو أنه بقال ليه رجالة لأنه كلام كبير لأنه تتكلم في كلام كبير وتوقيت الخروج دلوقتي وبرشلونة بأولا وقف على رجله يعني وقف على رجله بيتعافى بمسألة التخبط فواضح أنه فيه دور لرجال برطوميو السابقين فإحنا بنتكلم على بداية أول خلط أنه ده مش عقد والأخير ده كل عقد ميسي منه من ساعة ما وصل برشلونة منهم عقد بقى كان موقع على منديل على منديل يعني علشان هو ما كانش يبكتب ولا أي حاجة فعقد موقع على منديل بقلم جاف منديل أول عقد خلص فأنت بتتكلم حتى انتهاك لكل حقوق ميسي وميسي لحد الآن ما عقبش كل حقوق ميسي انتهكت في العقد ده ده أول شيء تاني شيء الخلط التاني اللي حصل انه الخلط وده للأسف يعني خلنا نقول لحيارتك انه والله كثير من الإعلامين العرب وكثير من الإعلامين الأجانب قالوا الكلام اللي أقول لحيارتك ده انه ده العقد اللي ما توافقش عليه في الآخر واللي تسبب راحيل ميسي او انه ده كان عرض برشلونة اللي ما توافقش عليه في سبب راحيل ميسي فده خلينا نصحح بس مفهوم بسيط خالص ميسي وقع عقد من 18 إلى 21 اللي هو رقم الكبير ده كان بيقضي انه آخر مواسمه يقدر يمشي انه هو من أول عشرين عشرين يقدر يمشي بدون أي حاجة يعني موسطك في العقد انه بعد يعني العشرين عشرين عشرين يقدر يمشي فبرشلونة كان بيكلم في الشرط الجزائي برشلونة كان بيكلم لا احنا عايزين نحط شرط جزائي ما فيش حاجة اسمها هو هو قال لا ده خلاص اعتبره عقد مدى الحياة اعتبر ان انا التجديد هيكون تلقائي بس ما تحط ليش شرط جزائي لما احب امشي ده اللي ميسي قاله في عشرين 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 ما انتمتاشو الواحد عشرين اللي حصل انه ميسي في عشرين عشرين مع المشاكل وكومن والتمانية اتنين والكلام ده بدأ ميسي ايه يمتعد فخلاص انا ممكن امشي انا في عقد لو حادثك تفتكر الوقت ده لما ميسي طلع يتكلم ايه صحيح طلع ايه لا انا قاعد انا قاعد ليه وبعدين قال ايه انا قاعد انا قاعد دلوقتي على الاقل المدة سنة فده وصل رسالة تمانينة فاللي احنا بنتكلم عنه العقد اللي تمت الموافقة عليه الزيادة هو اللي حصل في عشرين عشرين اللي ميسي وفق عليه بالفعل ده اللي تسرب لان ده اخر عقد عشرين واحد وعشرين اللي حصل ان ميسي عقده انتهى مع برشلونة برشلونة ما بدأ ما بيعوقها بيحاولوا يجدد والعقد لا خلاص يعني بيعملوا عقد جديد بيعملوا عقد جديد فده شيء مختلف تماما صحيح فبكاء ميسي كان بكاء حقيقي يعني عشان في ناس بيقولوا ازاي ده اللي مكتوب وميسي عادي عايط لا ميسي ما كان بعايط لانه اتقلوا اتفضل سلام خد شنطتك ومشي ده حاجة تانية حاجة تانية غير ده ايه بقى اللي حصل في عشرين عشرين هو ده التسريب هو ده التسريب الكبير التسريب الكبير وفي عشرين عشرين هو ما كانش فان برضو قوي ان النادي بس حتى البنود هي مش كبيرة على حاجة يعني لما تقول لي مثلا هو ميسي عايزي مثلا يعني مبلغ مهين جدا لو شرط جزيه عشر تلاف يورو ادفع لك عشر تلاف يورو وامشي على سبيل المثال فبرشلونة راجعوا في دي يعني برشلونة وساعتها كان الرئيس هو بارتوميو راجعوا في دي قالوا أنا عايز لا مفيش حاجة سمع عشر تلاف يورو انت هتمشي بسبعمائة مليون يورو والبند ده تحط في العقد لو قال هدف الرئيسي من التجديد فده ميسي ما انتصرش فيه ميسي بيتكلم في رفاهيات تانية زي ان أنا أسرتي تبقى ليها ايه وعائلة سواري صاحبي بقى ليها ايه في الملعب ولها ايه جوى النادي وفيه طيارة خاصة تنقلني وكلام يعني على المستوى النجومية بتاع ميسي ما اعتقدش انه هو خارج نطاق نجومية ميسي اه يعني لو ما نشوف نيمار بيعملوا منه عنده 19 سنة بطيارة خاصة لي وثمانية اصحابه اه يعني مر مشترط حاجات كثيرة جدا منهم ثمانية اصحابه وبالأسامي بيتحركوا معه في اي حتة طيارة اي نادي بيروح ولازم يحصل ده منهم مثلا سلاسل يعني ليه سلاسل فندقية مملوكة للخليفي كتابة كلها باسم نيمار عشان ينتقل بس غير المتين واثنين وعشرين مليون يورو اللي دفعت ساعتها شنط كتير كده دخلت في نادي برشلون فهنا نتكلم لا يعني هو قصة الشروط التعجيزية لبقاء ميسي مده مش حقيقي وللأسف سقط في الفخ ده يعني ناس كتيرة جدا هل ده شرطة هل ميسي لما يقول انا عايز كذا اه البند بتاع عشر تلاف يورو ده ممكن كان بنده مهين ها طبعا هل تمت الموافقة عليه لأ لما اقول لك ميسي عايز مكافئة توقيع عقد عشر مليون يورو ده العيبة في مصر بتعمل العيبة في مصر يقول لك انا عايز عشر مليون جنيه علشان اوقت مكافئة توقيع 350 مليون تعريبا ايه ده امبا بي عشان بس مضى العقد اه لا وقت حكا كتير وقت حكا كتير دلوقتي محنش عارف محنش عارف ما هو شرط تعجيزي لا صحيح ده مش شرط ان تدفعهم لدي باي دفع 25 مليون عشان تجيب دي باي مثلا في نفس السنة فهي مش شروط تعجيزية هي شروط اه طليق او يعني خلانا قلنا لايقى بنجم زي ميسي ولكن فكرة ان كان وقتها الموضوع متوتر وحصل اشتراط من هنا وهنا يعني حتى برشلونة كان بيشترط عليه انه انت تكتب لحد عشر 25 على سبيل المسال ميسي مش عايز يقعد لحد عشر 25 في نادي خاصم له 50% من مرتبه وبيكلمه في 70% في ثاني سنة رغم انه ساعة الكورونا نفسها هو بيقول حتى في التسريبات اللي طلعت كابتن بيقول انت الديني 3% الديني 3% من اجمالي راتب الفرقة علشان خصم الفرقة الخصم اللي انا تحملته الكورونا من غير ما اقول لك هو بيقول انا وبيكيو اللعبة كبيرة في الفرقة راح وقال لهم احنا عايزين يتخسم لنا علشان بقيت اللعبة تاخد مرتبت لان احنا مرتبتنا كبيرة الديني 3% بس انا عايز 3% من العقد هل ده شرط موك هل ده شرط تعجيزي هو راجل بقول لك لما تقوم على رجلك ان شاء الله الديني تعويض 3% بس من اللي انا انفقته انت بقى بتكلموش في كده بتكلموش في تعويض انت بتكلمو لا ده احنا نخصم لك 70% كمان لا ده انت المفروض تلعب من غير فلوس لما في الاخر خالص انت المفروض تلعب من غير فلوس فهو مش هلعب من غير فلوس مش مش هلعب من غير فلوس والليجة بتقول لك انك ما ينفعش تلعب حد من غير فلوس الليجة ما فيش عقد زي ده بيبرم ففي الاخر خالص لما لابورت على سبيل المثال طلع في يناير اللي فات طلع يقول احنا حاولنا نقول لي ميس يلعب من غير فلوس وميس المرة الوحيدة اللي رد المرة اللي رد لا انا ما استهدش ده لا انا ما حدش اعرض عليها العرض ده انا العرض ده كانت اعرض عليك هممكن اوافق مزبوط بس انا العرض ده ما تعرضش عليك فهي قصة الناس تحب العنوان المهول ولكن ايه بقى المهم في الموضوع المهم كل الانتهاك ده كل الانتهاك ده سرية العقود بيطلع على نفس الصحيفة للمرة التانية على التوالي خلال سنتين او ثلاثة فده وضع وبالتالي بنتكلم في حاجة كبيرة بنتكلم ان في حد من جوال ادارة جاب كل عقود ميسي وادهها لحد بصحف هل ده لحد من جوه مليون في المية اه كل العقود الحاصل ان كل العقود الناس بس ركزت على عشرين عشرين عشان تربطها برحيل ميس عشان يبقى اللقطة الشروط التعجيزي العنوان الساخن يعني في احد الاعلامين الكبار بدأ يقول ده انا صدقت ميسي عشان يمي ده انا صدقتك يا رجل وانت بتعيط ده انا تعاطفت معي طب يا كابتن اقرأ يعني اقرأ شوية الموضوع لحد اخره هتلاقيه منطقي ومبرر كان واضح ميسي تأثيره كان واضح جدا اصلي برضو انتقال ميسي او خروجه من برشلونة كان شيء يعني الاطفال الصغيرين بيعيط وهو ميسي نفسه عاية مش عشان اي حاجة الا طبعا التاريخ الكبير اللي عمله بالنسبة له برشلونة لدرجة ان الناس الوقت بتقول كمان فيه كلام ان ميسي كمان هيرجع لبرشلونة انا كواحد بشجع برشلونة بغض النظر والله عن انتمائي برشلونة بس هو القفلة مش حلو يعني اهم العيب في تاريخ النادي العيب اللي نقلك انا بتذكر ده وقت تأثير ميسي تسويقيا في برشلونة حاليا لو ما كانش ميسي عمل اللي عمله خلال الخمستاشر سنة أو ستاشر سنة اللي فاته هل برشلونة كان هيقدر يجيب لعيب اي لعيب دلوقتي هل برشلونة كان يبقى بنفس الامج دي وهو غرقان في الديون برشلونة عمل امريكاته اللي فات ده بالامج صحيح بحقول له استوديو ايه حقول له استوديو يعني اللوجو بتاعي والعلامة التجارية وقالية التصوير كل ده كان ايه قبل ميسي وبعد ميسي كل اللي انت بعته اللي انت عارفت تبيعه في الرفاعات الاقتصادية دوت ما ميسي جزء اأساسي فيه النجم الاول اللي ضملك انك تفضل على منصات التتويج لسبعتاشر سنة هل ده شيء يستهام بي يعني هل ده شيء يستهام بي مستحيل تاريخ عمر ما يتنسي وزي ما انت بتقول علامة برشلونة خلاص كانت مرتبطة بميسي بشكل جيد جدا ونغاية دلوقتي الناس بتقول ان احتمالية كمان ميسي يرجع لبرشلونة وارد الى حد ما هل برشلونة طلع بيان رسمي بالكلام دوت هل فيه بيانات رسمية طلعت ردا على هذه التسريبات لا برشلونة ادان الانتهاكات ادان الانتهاك ووعد بتعقب المنتهكين بس دلوقتي مين المنتهكين فيه بيان رسمي طبعا طلع من برشلونة برشلونة توعد الصحيفة يعني برشلونة توعد الموندو بس عموما المشكلة دلوقتي بيت اعمق بكتير جدا من الصحيفة واللي صارها بص على اللي بيجوه بص على اللي عندك بقى يعني بص على اللي دخل وخد كل يعني وده صورة انت بتكلم الصحيفة مش ناشرة بس الصحيفة ناشرة وصور صور حقيقية للعقود فانت بتتكلم في تسريب ضخمة انا هنا مش بقول حاجة صحيفة الموندو دي انا بحييها على المجود الصحفي لا هو بيعتبر بالنسبالله خبطة صحفية كبيرة جدا لا يعني بكلم عني الصحفي العمل ده عنده قليات ان يخش يجيب كل ده اتأكيد بالنسبال له كصحافة ده رجل وده مشكلتنا في المجال عموما ان في بعض الاحيان اشياء قد لا تبدو اخلاقية مثلا بس يا بالنسبالي كصحفي انا مقدرش ارفضها واحد واحد بيدينا عقود ميسي بولونشور ايه ده يعني في حد يعمل يعني هاخد ده وهاقول له لا بعد اذنك لا انا وظيفة انشف انا وظيفة انشف انا جالي حاجة زي دي انفرد بنشر عقود ميسي وتصرف انتم مع بعض فبرشلونة يتوعد المندو لا المفروض التصرف المثالي دلوقتي ان برشلونة يبدأ التطهير الداخلي من كل العناصر لان واضح اوني بارتوميو عنده امل في العودة تاني وده يبقى وبال على برشلونة لو بارتوميو ورجع تاني فقالها تبقى كارسة كبيرة جدا انت كمان واخدها في اطار في الفترة للي بارشلونة وقف على رجله بيعمل فريق على مستوى عالي في امال كتيرة جدا جدا لبارشلونة وجماهرة ان لا مشروع تشافي ماشي بشكل اكتر من رائع فده توقيت كمان اعتقد يعني محتوى وبيضرب قصة ميسي في مقتل عودة ميسي لان دلوقتي باريسان جرمان كمان عايز جدد دلوقتي خلاص باريسان جرمان داخل السنة ينايرك جاي داخل فريق هيبقى فريق فانت باريسان جرمان بيقول له جدد جدد عايزين سنة عايزين سنة وبيضمنوا له بعدين هيروح فين يعني بيقدموا له عقد مغري جدا فانت هتروح امريكا تعمل ايه وعايز تلعب فين تاني وانمولك ازاي فلو ميسي قدامه بس انا بيتخيل انه في دماغ ميسي هو عايز ستة شهور تانين في برشونة بس هو عايز الجمهور لانه ماينفع عشا مشي والجمهور غايب بسبب كورونا وماينفع عشا مشي والمؤتمر الصح في الناس كلها لابس كمامات وكل واحد بعدها لا مش ميسي اللي يمشي يعني على الاقل خالص جزء من اللي شاء من اللي عملوا في الملعب يتردلوا في الملعب فقفلة ميسي هو انا بتخنو عايز ستة شهور بس الجمهور يهتف وبتاع ويدرب الفرقة يلعب في الفرقة ويشوف ها كويسة كده ويتطمن عليها وبعدها يروح للنيولز النادي اللي هو نشأ فيه في الارجنتين ويعتزل يكون قافل قافلة كويسة مع ارجنتين مثلا في كاس العالم اللي جاي لو خده او خد كوبا امريكا بعض او مثلا ادية بالنسبة السيناريو اللي في دماغ ميسي ويعود سنتين في امريكا لانه مجاهز الفلال وعنده دور كامل في ترامب تاور البرج المملوك لدونالد ترامب الرئيس الامريكي السابق فكل ده هو مجاهز خطة المستقبل شايفها كده فما تبوزها ليش بانك تسرب العقود فتضرب لي الموضوع في مقتل اجيلك تاني وتسرب العقود تاني واللي رجع تاني للمشاكل الصغيرة دي فمتخال النعم لا شيء يراد شيء مدبر طبعا باين جدا من التوقيت وباين في الوقت ده وبرشورونا أحمد بنشكرك شكرا جزيلا يعني كالعادة بتنورنا وبتشرفنا ويعني أنا بستمتع معاك ربنا يا حليك يا كابتن أنا بقى مستمتع جدا جدا وأنا مع حضرتك ومن القلائل يا كابتن اللي بتسيب يعني الضيف يود لبداله وكله يعني بحارتك بتبقى مهتم جدا أن الضيف يطلع كل عنده وده حاجة ماعملهاش غير نجم كبير وحجم كبتن وانت عندك عندك مخزون كبير جدا ومعلومات كثيرة جدا احنا بنستفيد منها وشكرا لك وإن شاء الله اللقاءات جاية قريب بإذن الله شكرا واصل لحضراتك وحسبكم لتقرير من أساطير قرة القدم نشوف هذا التقرير ويعني أشوف حضراتك إن شاء الله الأسبوع اللي جاي يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف